أبنائي الأعزاء الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم اليوم سنبدأ المحاضرة الأولى في الجاسترو انستاينل تريند وهو برانش لطيف جدا ولكن أحب أن أبهكم وأن أول محاضرة هي الأكثر أهمية لأننا سنضع فيها الأساس بتاع الجاسترو ساندريك للهرمونز والنيرفوس كونترول ويقول لو طالب سألني لو أحضر محاضرة واحدة أو أقرأ موضوع واحد في جاسترو وأجاوب يعني غالبا جزء جدير من الأسئلة أقول له هي أول محاضرة لأنه لن يخلوا سؤال من الهرمونز أو النيرفوس كونترول فأنت بتعرف الأساس بتاعه كل المعلومات فعاوز تولي اهتمام خاص بالمحاضرة الأولى دي بعد ذلك فأنا نتوقع على ونبدأ الجاسترو ساندريك لكتور نومبر واحد طيب نتوقع على ونبدأ إنه لو بصينا في الجاسترو ساندريك هو عبارة عن قناة هضمية وفيه دو مين أكسيسوري جلانس اللي هما الليبر بيطلع باي والبانكرياس بيطلع العصارة والبانكرياس أهم جلانس طبعا فيه جلانس أخرى مثل السليبر جلانس ولكنها أهمية بالنسبة للدجش مهمة في أشياء أخرى وفيه جلانس مهمة في صور الجلانس مثل العصير الماعي والعصير الماعوي بيطلعوا من خلاص غارة في المعدة يبقى الجهاز لهضمية عبارة عن قناة هضمية وجلانس أهم جلانس اللي هما الليبر بيطلع البايل والبانكرياس بيطلع عصارة البانكرياس لأنني أحب أن أقول لكم معلومة يا أولاد أنه البانكرياس لوحده بعصارته كان كومبليت ديجشن فروم A إلى Z يعني العصارة البانكرياس لوحدها تقدر تعمل هضم مكتملا دي معلومة قائمة طيب دي أكن معلومة يعني كده معلومات عامة يبتدي المورفوليجي لو خذنا في الإستوليجي هما مبطن بميكوزة تحتها في صاب ميكوزة وبعين المسلس وبعين السيروزة من برا المسلس في الانر سيركولر والاوتر طبعا الانر سيركولر ليس كلهم فواني يشتغل مع بعض كل باندل عبارة عن المتوسط حوالي ألف مصد فايبر كما نرسم لك جنب بعض تسمح بمرور الأكشن من فايبر للتانية يبقى حضرتك لما تستيميلتهم فايبر كل الفايبر هتدي يبقى إذن هما The function is syncytium مدمك خلوي يبقى دي في كل اللي قلته وهي دي المعروبة الوحيجة المهمة في المثال في الانر سيركولر نقوم بالاترسة موضح التميمة كمدمك خلوي سيستميليد وكل الفايبر المتصرة ستستجيب كوحدة واحدة ناخد الالكترية أو التميمة هتلاقي فيه تشابه مع الحاجات اللي خدناها في السنة اولى اول حاجة ان بتاعها من ناقص خمسين لناقص ستين ميلي فولت وانستيبل يعني بيتمور مش استيبل انا تأملتها معاكو قبل كده هو لي ربنا خلاك انستيبل احنا السموث موسيل لا تعتمد على النيرفز ممكن تطلع الاكشن سبونتينيسلي طب عشان الاكشن بوتينشيل يطلع سبونتينيسلي لازم نوصل للفايرنج ليبل طب قادي الفايرنج ليبل ناقص 40 لما يبقى انستيبل يبقى يبقى كل ناقص يقرب من الفايرنج ليبل فهنشوف ازاي ده هيسهل مأموريك نحن لوصل الفايرنج ليبل وانطلع سبونتينيس اكشن بدون خالص نارس يبقى اهم ميزة في في الجهاز الهبمي انه انستيبل او تنسوا يا اولاد انستيبل وما بين ناقص 50 لناقص 60 ميلي فولت طيب سوبر انبوزد عليها انا بس اكتب لكم حكاية انه ميلي فولت اللي شايفها مش موجودة ولو اني قلتها تعارفين طبعا القياس كله بالميلي فولت مش بالبولت فهنا عندنا ناقص سوبر انبوزد عليها حاجة اسمها سلو ويف او بايزيك الكريكال ريلم اللي انتو شايفينها دي طيب تعاني شو باي قصة البيزيك الكريكال ريلم ناخدها من الاخ الاول ريلم يعني بتحصل بايقاع منتظم بمعدل تقريبا تلت مرات في المعدة بيلاقيها بهذا المعدل واثناشر مرة في الاسمول انتستيب في ديئة يبقى هي ريلمك عشكا يسموها ريلم الالكتريكال لانها تتكون من حاجتين ديبولارزيشن وريبولارزيشن طول عمره الديبولارزيشن قلنا في سنة اولى انه سببه حاجة من اثنين ياما سوديوم انفلوكس ياما كالسام انفلوكس في حالة السموث مصلي يا بلاد السوديوم فاس سريع الكلسام سلو فانحنا بنحب الكلسام لسببين اول حاجة انه سلو وانا قلت انه بتتميز السموث مصلي تتميز مش يعيبها انها بطيئة تتميز بكونها بطيئة لانما تبقى هتشتغل ببط فده بيدي time for digestion and absorption عشان كده ربنا اختار ان الديبولارزيشن في السموث مصلي يبقى بال كالسام انفلوكس طب انا عاوز تذكروني طول عمر الديبولارزيشن في الجسم يا سوديوم فاس انفلوكس يا كالسام سلو انفلوكس مرة واحدة بس خدنا ديبولارزيشن سبب وحاجة ما هيش كالسام وما هيش سوديوم فاكرينها في الهيرينج كان سبب الديبولارزيشن في الكوكليا بوتاسيوم انفلوكس ده الاكسبشن الوحيد معلش الكلام يعني لان كنا لسه عالين محاضرة الهيرينج من ايام قليلة طيب يبقى قالوا ليه ريزمك لانها بتحصل برتم معين اللي هو ثلاثة برمينت في الاستومك اثناشر في السمول انتستين طيب ليه قالوا الهيرينج لانها عبارة عن ديبولارزيشن سبب كالسام انفلوكس وريبولارزيشن سبب كالسام انفلوكس طيب ليه قالوا بيزيك انا اقول لك ليه قالوا بيزيك لان هذا الرقم لا يمكن اللعب فيه يعني بيزيك مش ممكن المعدة تطلع اكتر من ثلاثة سلو ويفس في الملات او الاستومك اكتر من اثناشر تمام تعال نشوف نبص مع بعض اما تاني ميزة لان الديبولارزيشن بيحصل بالكالسام انفلوكس ان الكلسام ده اللي هو جاي من بره وهو ما بيعملش بس ديبولارزيشن ده كمان بيعمل كنا خدناها في السموث مسل ان السكليتال مسل بتعتمد على الكلسام اللي جوه اللي في الساركو بلازمي انما السموث مسل ربنا عشان يبطأ العملية خلاها تعتمد على حاجة جاي من بره قبل ما تيجي هتاخد وقت كالسام من الاكسرا سيرلر فالكلسام اللي داخل من الاكسرا سيرلر لجوه الخلية هيعمل وهي بالحاجة تاني اهم اللي هو كونتاكشن ده كله قلناها في السموث مسل كان الكلسام اللي واحده ماينفعش كان بيتحد مع بروتين يموديوليت الكالسام اسمه كالموديولين وبعيني نشاطه الميسل لايتشين كاينيز تبقى راجع المحاضرة بتاعت السموث مسل انت مش مفروض في الجي اي تي نبقى حفظي الميكانيزم دلوقتي يعني هو ما بيتكتبش في الجي اي تي بيتكتب في السموث مسل يبقى كالسام اللي واحده ماينفعش عشان ينفع بيتحد مع بروتين يخليه ينفع اسمه كالموديولين يعني كالسام موديوليتين بروتين في كل واحده يبقى كالموديولين كنت قلتلكم في عجبات ان انا الميسن وعندي لايتشين عشان يحصل كونتراكشن لازم اللايتشين تمسك في الاكتن وتشده طيب لازم اللايتشين دي حصلها فوسفروليشن فالكالسام بيننشط انزاين بالصلي اسمه مايسن لايتشين كاينيز بيحطه في السفيد جروب فالمايسن يمسك في الاكتن لو كنت فاكرة قلناها ازاي في الحضارات الاسموث مسل يبقى كالسام لما دخل الواحده ماينفعش لازم يتحور بواسط بروتين اسمه كالسام موديوليتين بروتين في كل واحده يبقى كالسام موديوليتين ده بينشط انزاين اسمه مايسن لايتشين كاينيزي عمحرك بيحرك في السفيد جروب يشبك الميسن في الاكتن في الحصار الكنتراكشن ده كلام ترجع له في الاسموث مسل بس اهو قلته برضو عشان تبقى عندك فكرة اكتر نجا انه لا يتحور باحده بعضها يصل بعضها لا يصل اللي هيسل موديوليتين باحده اكتنا تاني يبقى مش كل السلو ويفز بتوصل للفاري ليبل اللي هيوصل للفاري ليبل هيدي سبايت بوتينشيل هيدي كونتاكشن وعليه يعاوز بقى فاهمك مرة تاني يبقى السطومك فيها تلاتة سلو ويفز في الدقيقة ممكن لو عملنا باراسيمباثاتيك ستميليشن أو ستريتش بدل ما يوصل واحدة الفاري ليبل زي في الرسمة يوصل اتنين موور باراسيمباثاتيك ستميليشن أو موور ستريتش معنا في اكل اكتر فلازم تشتغل اكتر هي بتبقى ستريتش باي جي اي تي بالاكل ممكن التلاتة يوصلوا للفاري ليبل ويدو ثري اكشن وتنشي ويدو ثري كونتراكشن طب لو موور باراسيمباثاتيك ستميليشن أو ستريتش لا هو العدد ثلاثة اخرج ثلاثة من هنا جات كلمة ياولاد بايزيك بايزيك الكاريدن فالديبولاريزيشن بيزيد بالستريتش والباراسيمباثاتيك الهايبر بولاريزيشن مين بقى عدو الجهاز الهبني بيزيد بالسيمباثاتيك يبقى شوفنا ثلاثة انواع من الكهرباء في الجهاز الهبني شوفنا اول حاجة ان الريستيج ميمبرم بوتينشيل انستيبول دلوقتي هتفهموه اكتر عشان لو تصادف ان السلو ويف جت على الطوب يبقى فرصة انها تنصل لفاري ليبل اكتر لكن لو جت على البوتوم فرصة انها تنصل لتبقى عقلق ففرصة انها وراء الخلق خالق ليه ربنا خلى الريستيج ميمبرم بوتينشيل بتاع السموث موسيل انستيبول يعلو ويحبط فلما يعلو يقرب من الفاريج ليبل فلما تيجي تتحطى عليه السلو ويف يبقى فرصتها توصل لفاريج ليبل ويبقى سبايك بوتينشيل وكنتراكشن تبقى اكتر يبقى شيء رائع يبقى تعلمنا ثلاث حاجات في الكهربا سلو الريستيج ميمبرم بوتينشيل الكلمتين في الامس كيو النقعان ستيبول ومن ناقص خمسين لنقص ستين يتحطى عليه حاجة اسمها سلو ويفز او بيزيك الكتريكال ريدم ريدم لانها ريدميك باقاع معين ثلاثة في المعدة اتناشرة في السمو الانتستر هؤلاء كاريخ لانها ديبوليزيشن بلاس ديبوليزيشن ويقول انتو انتو انسيت الديبوليزيشن سبب ايهنه كالتسام اينفلاكس ملايهونه ده البطيق وعنا عاديين بطء عشان نبدي طايم للالضجيش والالأبزوبشن اما طول عمرو الريپوليزيشن سبب وفتاسيوم اينفلاكس يجي انطوب dibبقى السلو ويفز او توصل لفاريج ليبل وتدي سبايك هي بس اللي بتدي كونتراكشن طيب فرصة إنها توصل للفايرنج ليبل وتدي سبايك وتدي كونتراكشن تزيب بإيه؟ مين صديق الجهاز الهببي؟ باراسيمباتاتيك وحاجة تانية مهمة جدا للستريتش لإنه فكر هو إيه اللي هيخلي الجهاز الهببي يحصل له مور ستريتش؟ إنه دخل فيه أكل أكتر يبقى لنشتغل أكتر يعني ربنا نقل الاستيميلاي بطريقة يعني تخدم الوظيفة إنما السيمباثاتيك بالعكس يا أولاد بيزود الهيبربروزيشن يعني يعمل إنهيبيشن طيب تعال ناخد كلمتين على اللي قلناهم نجمعهم تاني على السلو ويفس كل كلمة هقولها سؤال مسكو لا تددي أكتنش عددهم قلناها تاني نقطة ثلاثة في الاستمك واثناشر في الاستمك تأتي باستمك في باستمك في الهارت في باستمك في الجي اي تي بسموه اسمه ثاني ستلات يعني شكل الخلاب تبقى نجمية ميزنكايمال لأنها في النص يبقى بيسموها باستمك سياتم أو ستلات ميزنكايمال سياتم وبعدين السلو ويفسك باستمك بتانيشيات الاسم التفاقية التفاقية بالسوتيات الوحيدة التفاقية تكون أحياناً تقوم بعمل الحركة الدودية والموتور اكتيبيتي. هذه كانت اللوحة الأولى. الثاني يقول الأسئلة في عجالة يا أولاد. من أهم الأسئلة. من أهم الأسئلة. في حاجة اسمها سلو ويبس. أو بيزيك إليكتر كاريزم. هذا ليس مستقبل. عددها 3 في المعدة و 12 في السبو الانتستي. وبعدين سبب كالسيوم أو دي بولارزيشان كالسيوم إنفلكس. والري بولارزيشان بتاسيوم إفلاكس. فقط اللي هاتحط عليها سباك بوتينشل. هل تؤدي إلى كونتاكش. وأنا فأنتكوا حاجات ما بكتبوهاش. تأملت معكم في كلمة بيزيك إليكتر كاريزم. ريزم لأنها بإقاع معين. ثلاثة في السبو الانتستي. إليكتريكا لأنها دي بولارزيشان و ري بولارزيشان و ري بولارزيشان. بيزيك لأن العدد مش ممكن لعب فيه. السبو الانتستيومات 3 مرات في الدقيقة. لما تعمل مورستريتش أو باراسيم بثاتيك. ممكن بدل ما واحدة تدي سباك و كونتركشن. اثنين ثلاثة. بس مش ممكن يزيده عن ثلاثة. في السبو الانتستي مش ممكن يزيده عن اثناشة. هل في بيسميكر في الجي اي تي. بيسموها ستيليك لأنها شكلها نجمية ميزينكايمة. هذه كتلاحة الأولى. البداية مش رطيفة أوي. يعني انها بعد كده هتلاقي الموضوع رائع. بإذن الله. نيجي بقى للكلام الأهم شوية. وهو الكنترول بتاع الجاسترو انستينال 3. اللي هو موضوعنا النهاردة الأساسي. ودبه لدينا كنترول من الجاسترو انستينال 3. من الحاجات الرائعة. ان الجاسترو انستينال 3. عندنا فيه 2 كنترول سيستم. انترانسيك و اكسترانسيك. يعني اول مرة اللي لأقي ان فيه جهاز داخل الجهاز الهبمي. ممكن يشغلو اسمو انترانسيك كنترول سيستم. نتعلم حقا ستكون نيروس و يهرموني في الجهاز الهاتمي فيه نوع منه عصاب نيروس و يهرموني لكن ممكن ان تكون نيروس و يهرموني يستطيع اتنين في اثنين يعتبر إنترانسيك كنترول سيستيم وإكسترانسيك كنترول سيستيم كل منهم ينقسم إلى قسمين ينرس يهرمون نبتدي بحاجة جديدة علينا جدا لأول مرة نلاقي كنترول سيستيم موجودة جوه السيستيم نفسه جوه الجاسترون ستاينال سيستيم عنده ريجيلاتوري سيستيم خاص به هو بس موجودة جواه بس اسمها إنترانسيك كنترول سيستيم وده برضو يا نيروس سريع هي هرمون البطيل عرفنا لي ربنا بيعمل تو كنترول سيستيم النيروس رابد والإندوكراينال سلو وبالتالي هي مش مركب لها رئيسين يا أولاد هم تو كنترول سيستيم كومبليمنتري متكاملين وليس متضدين النيروس السريع يبتدي والهرمون البطيل يكمل ناخد بقى حاجة هي الروعة بعينها اللي هو الانتريك نيروس سيستيم كلمة انتريك يعني حاجة لليتد للي انتستيم والمعنى انها لليتد للجهاز الهضمي يعني فيه نيروس سيستيم خاص بالجهاز الهضمي اسمه انتريك نيروس سيستيم واختصاره اي ان اس يعني زي ما فيه سنترول نيروس سيستيم فيه انتريك نيروس سيستيم طيب أول معلومة تفتكر فيه كام نيرونز جوا الجهاز الهضمي خليها عصبية عصبية جوا الجهاز الهضمي الرقم مش بس مفزع مئة مليون ده انا عاوز اقول لك معلومة عشان تفهم قيمة هذا الرقم هذا الرقم اكبر اكبر من عدد النيرونز اللي موجودة في النخاع الشوكي سباينر كورد ما بقولش المخ المخ فيه عدد لا يحصل انه كان اماجن ان الجهاز الهضمي فيه عدد من نيرونز اكتر من اللي في النخاع الشوكي مئة مليون طيب فيه 2 مئة جانجلونيتد بلاكسس موجودة في الجهاز الهضمي and they are connected يعني مش بيشتغلوا كل مفوادي فاول واحد اسمه ماين تيريك اهو اللي بشاور عليه ده من اسمه ما بين عضلات الانتستين مايو يعني عضلات وانتيريك يعني انتستين او يسموه أرباخس بلاكسس وده وظيف ترموتيلتي اما النوع التاني اللي هو تحت الميكوزة اسمه ساب ميكوزة بليكسس او مايسنرس بليكسس وطبعا الميكوزة دي بتعمل سيكريشن فده وظيفته السيكريشن احنا ممكن نعرف الحكاية دي بطريقتين طريقة زكية والطريقة الاقل زكاء ممكن اقول لك الطريقة الاقل زكاء ان الماين تيريك بحرف الام مسؤولة عن الموت تيليتي بحرف الام والصب ميكوزة بحرف الاس مسؤولة عن السيكريشن وهو غاية الجهاز الهبمي سيكريشن افهم الجهاز الهبمي ده بيعمل ايه؟ دايجيشن وأبزوبشن طب عمره ما يحصل دايجيشن من غير دايجيشن العصانات الهبمي يبقى السيكريشن هو اللي هيعمل الديجيشن طب بعد كده عشان يحصل ابزوبشن وينيد موتيلتي ما هدي الوظائف الاربع الاساسية للجهاز الهبمي ان سيكريشن هيعمل دايجيشن وموتيلتي هتعمل ابزوبشن وفي وظيفة خمسة اذا عاوز نكمل ستورج لو قالك ما هي وظائف الجهاز الهبمي خمسة يبقى سيكريشن هيعمل دايجيشن وموتيلتي تعمل ابزوبشن وفي ستورج يبقى الاساس هو السيكريشن اللي هيعمل دايجيشن وموتيلتي اللي هتعمل ابزوبشن فلازم توب لكسس كل واحدة تتحكم في التانية فالماين تيريك الموتيلتي الام مع الام طب الصمي كوزل في سيكريشن دي الطريقة الاقل زكائي لا انا عاوز طريقة سيبك من الام مع الام والاس مع الاس هو ليه ربنا سبحان الله حط الماين تيريك اسمها بتقول انا ما بين عضلات الانتستن دي السيركلرة هي الانجتودة نطع لما تاخد قطاع فيها ببان حتة صغيرة كده ليه تفتكر ربنا حط الماين تيريك ما بين المسل مية المية عشان تتحكم في الموتيلتي طب السيكريشن بيحصل من الميكوزة يبقى ليه ربنا حط نيرف سيلز نيرف بليكسس استحت الميكوزة عشان تتحكم في سيكريشن فلما اجي في الكورس واقولك ان احنا بنتكلم على الموتيلتي تفتكر انهي بليكسس هتعملها اللي موجودة ما بين العضلات الماين تيريك لما اجي اتكلم في بعض المواضيع على السيكريشن وقولك تفتكر انهي بليكسس هتقوم بيها يبقى مية المية اللي تحت الميكوزة الصب ميكوزة وفوق البيعة الطريقة الاقل زكاء الام مع الام الموتيلتي مع الماين تيريك والاس مع الاس الصب ميكوزة بتتحكم في السيكريشن لذلك يوجد 1 مليون نيرون من 2 مين جانجليونات بليكسس دي مهم قوي ممكن تقسيمهم تقسيمة 3 فيه 3 طيبس نيرون انت متوقعهم سينسري اللي هي الافرينز موتور اللي هي الافرينز وفيما بينهم نيروني يسموه انتر نيرونز كل الكم ده عارفينه في سين الناس يبقى السينسري هو الافرينت نيرونز الافرينت نيرونز دي بترسبوند لحاجة ميكانيكال في المسل او حاجة كيميكال جوه جوه اليومين جوه التجويف بتيريت الميكوزة بتعملها استيميليش يبقى السينسري بتستجيب يا ميكانيكال في المسلز يا كاميكال في الميكوزة طب والموتور اللي هو الافرينت بيكنترول ايه لا دي احنا عارفينها من سنة اولى في اول محاضرة في الاوتوناميك ان الموتور طول عمره هيتحكم في حاجة من اثنين ما لهمش تالي يا موسل يا جلاند هنا الموسلز عندي احتمالين الموسلز بتاعة الجاسترون سانل تراك نفسه او البلود فيسلز الموسلز اللي بتغذي الجاسترون سانل تراك وثالث حاجة في انطر نيرونز طيب نوت ممكن نقسم النيرونز الى اكسيتاتري انهيبيتري تبعا للكاميكال ترانسميتر لجوه فالاكسيتاتري نيرونز بتبع اكتر ناحية الموت وبتكون تين اسيطايل كولين اور سابستانس بي بينما الانهيبيتري نيرونز بتبع اكتر ناحية الانس وفاهم ليه لان احنا ناحية الانس عاوزين نستنى شوية لان احنا مش عاوزين نبرز وندخل الطايلت ونعمل ديفيكيشن كل ساعة احنا بناكل ثلاث مرات في اليوم وسناكس من فوق من فوق يبعا عاوزين اكسيتاتري نيرونز تشغل لكن في اليوم مرة او ماكسما مرتين الناس هتدخل تعمل ديفيكيشن يبعا انهيبيتري نيرونز اكتر بلاحية الانس حاول تفكر بتحفظ دي بتشتغل بالاستايل كولين ونصابستانس بي دي بتشتغل بالفضو اكتب انستايل بيبتايب اللي اختصرها في اي بي ونائتر اوكسايد طيب خبالك ان كونتراس توذا كلاسيكال نيرونز الكلاسيكال نيرونز اللي بتطلع كيميكال ترانسميتر خدناها في السيني نسل موجودة فين؟ قولي في الاكسون ترمينالز في نهاية الاكسون لا هنا بقى النيرونز بتاعت الانتريك نيروز سيستم عندها الفيسيكال موجودة اللونج اكستنسيب برانشيس يعني مش محصورة في الترمينال الاكسون عنده برانشيس كتير قوي مليانة فيسيكال فيها كيميكال ترانسميتر نسموه حتى فريكوستيس يعني تعرجات او سوالي نفسي يمكن لو رسمتها لك هتبقى افضل شوية هنحاول كده هو في عجالة هتسمها لك عشان تفهم الفرق يعني احنا في نيروز سيستم كنا خدنا نيرونز الفيسيكال موجودة عند الاكسون ترمينالي انما هنا الاكسون عنده برانشيس كتير قوي والبرانشيس دي مليانة فيسيكال مش في الترمينال بس اهي رسمتها لك هتشوفها حالا في غضون ثاني عشان ما تنساش دي الكلاسيكال نيرون الفيسيكال موجودة في الاكسون ترمينالي هي على ايدك ال شمال انما في في ال نيروز سيستم في الانتريك نيروز سيستم اللي هي في الجهاز الهضمي بنلاقي الاكسون مليان برانشيس فيها يعني تعريجات مليانة فيسيكال طبعا الغرض هنا ايه تفتكر بصوا انت تعرف الايجابة منها يبقى تأثيره في ويدر ايريا في مساحة اكبر اللي عيدة كلمين اللي هو بتاع الانتريك نيروز سيستم فده الغرض اكتيفيت ويدر ايريا هيا اولاد الجهاز الهضمي اللي قواه الجهاز الهضمي بيسيكريت نيرو ترانسميتر أو نيرو موديليتور بيأفكت في الاخر ايه قلناها اولاد يا ماصل يا جلا والماصل نوعين يا جي اي تي موسيلز يا بلاد فيسلز موسيلز ده كان الانتريك نيروز سيستم العجيب ان الجهاز الهضمي اولاد الجهاز الهضمي بيامتلك نيروز سيستم خاص به ايه مش النيروز سيستم بتاع الجهاز اسمه انتريك انتريك نيروز سيستم تعال في عجالة نقول المعلومات المهمة بتاعته تاني اول معلومة ميب مليون نيرونز اكتر من عدد الخلايا العصبية مش في في النخاع الشوكي بريم فيه كميات لا تسكر تريليانز انما الانتريك نيروز سيستم في نيرونز اكتر من فسوان كورد اهم نقطة المعتنين انه مين تايبس مين تريك تتحكم في الموتيلتي والصب ميكوزل تتحكم في السيكريشا قلنا الطريقة الغبية الام مع الام المين تريك موتيلتي والصب ميكوزل السيكريشا طريقة زكية ان ما بين العضلات مين تريك يعني ما بين المسل ومين تريك حتى نقول هذا مين يعني مصل ومين تريك يعني انتريك تبعدي موتيلتي طب السيكريشا بحسب ميكوزل تتحكم في السيكريشا في ثانية اهم واحدة في ثري طايفة نيرونز عرفينهم زي السي اني اس يا سينسوري افرنت يا موتور افرنت طب السينسوري تستجيب لي ايه يا ميكانيكا في المسل يا ميكوزل يا كاميكا في الميكوزل يبقى حاجتين طب الموتور تتحرك ايه دي معروف حاجتين يا موسل يا جلال والموسلز يبتع جي اي تي وفي انتر نيرون وفي تقسيمة ثانية مش مشهورة ممكن نقسمهم الاكسايتاتري نيرونز وانهبيتري نيرونز طب سؤال في المسلسل الاكسايتاتري نيرونز اكتر وفي تقسيمة ثانية وفي تقسيمة ثانية تقسيمة ثانية على خلاف النيونز العادية فالفاسيكل مش متجمعة في الاكسون ترمينال إنما موجودة في ألونج إكستنسيب برانشز أهي ألونج إكستنسيب برانشز عشان تأثر في ويدر إيريا ورسمتها لك أهي مرة أخرى ده الفرق مهات زي الكلاسيكال نيرونس هل يا أولاب ممكن يجي سؤال انترك نيروس فليكسس عشان تبيسك غالبا لا يعني ما تحفظهاش إنما هل كغلاسة يسعب بيعمله كده؟ ساعة إنما اللي يمكن تفاديه هو الجاسترونستان هرمونس لو طالب قال لي عاد أقرأ سؤال واحد بس في الجاسترونستان التركت وابمن بنسبة خمسين في المئة أجاوب سؤال جاكي أقرأ الجاسترونستان هرمونس اللي هو في المحاضرة الأولى الجاسترونستان هرمونس ده أهم حاجة فبقى هنا تبتدئ المحاضرة البداية الحقية كل اللي فات ده كنا بنهزر أولاد بنتحك بنسلي رحمة دلوقتي نوجو كاتول ما فيش هزار الجاسترونستان هرمون ده استعرفه عن ظهر قلب الصفحات التالية التلاتة اللي جايين دول يمثلوا نص جهاز الهرمون بالأسئلة كده امسك جميع الامتحانات في كل الجامعات تلاقي سؤال في الهرمون في الجهاز الهرمون وسؤال مش في الهرمون يبقى لو هتقرى سؤال واحد ليلت اللي متحمى عندكش غير ساعة فضلة والجيئتي ما فتحتوش وتقول له هتقرى سؤال واحدين وانت لك من دلوقتي اقرى الجاسترونستان هرمونس وعرفها عن ظهر قلب وإيبن اللي انها متدخلة مع كل حاجة فممكن تجاوب اكتر يعني الاحتمال اكتر من 50% الجاسترونستان هرمونس اول معلومة فيه 5 كاراكترس كاراكترس يعني عشان تقول ان ده هرمون تبع الجاسترونستان تراك لازم يتميز بخمس مميزات واحد لازم يمسكريتد باي وان سيل وافكتس اناثر سيل يعني يطلع من خلية ويقصر في خلية تاني مش نفس الخلية يطلع من خلية في الجهاز الهضمي ويقصر في خلية اخرى في الجهاز الهضمي برا تاني مميزة من الفايف كاراكترس عشان يبقى هرمون لازم يبقى ترانسبورت باي بلند اظن ان ده كلام عادي هرمون يبقى في البلند تالي ميزة عشان يبقى جات هرمون لازم يبقى لازم يبقى الاستيمولاس بتاعه اكل استيمولات باي فود مرابع حاجة خامس معلومة لا يبقى حاجة تكون قد يبقى نيرون افع ان احنا كنا قلنا ان في الانتيرو بتوتري هرمون وبالتالي الثلاث غدل تحت تأسير الانتيرو بتوتري اللي هم الثيرايد والادرينا الكارتكس والجونادز كلهم كانوا تحت الهيبوثالكس عن طريق قبلك هنا التعبير قال لك لا يجب ان يكون لحاجة عند النيرون الالكونترول يعني بعضهم تحت النيرون الالكونترول ولا يعني انه ميزة ليس لازم تحت النيرون الالكونترول خامس المصنع ان الانتيرو التفاق الذي قدرنا نحضره في المصنع لازم يميك الانتيرو الانتيرو بالذك ميمك يعني يعمل نفس الوظيفة بتاعة الهرمون يعني لا يجب ان يبدأ لقنا عملينه ده حاجة تاني او اللي جوه ده عمله هرمون لازم ميمك لأكشن اوف هرمون دول الخمسة كاراكترس دولتاني اولاد يبقى عشان تقول ان ده جات هرمون لازم يتميز بخمس حاجات يطلع من خلية وقسر من خلية تاني نمرة واحد يوصلها عن طريق البلد نمرة اثنين الاستيمولاس بتاعه يبقى الاكل نمرة ثلاثة مش شرط يبقى تحت نيرون الكنترول نمرة اربعة الشكل المصنع برا لازم يعمل نفس الاخشن بتاع الناتشر الهرمون انا عوز ملاقات اصغر سنة نسمعوا بكلامنا الاشتراطات دي خلت عدد الهرمون ستوب جاسترو انستاينل تراكت خمسة بس عشان في بعض الكتب عندنا يكتب لك ان في عشرات الهرمون ستوب جاسترو انستاينل تراكت خمسة هرمون ستنطبق على خمسة هرمون ستوب جاسترو انستاينل نمرة اثنين السكرتين نمرة ثلاثة وده اول هرمون اكتشف الانسان في العالم في العالم هو السكرتين السكرتين جاسترو انستو كاينين بانكيريوزامين نمرة اربعة كل ذلك نقوم بتفصيل بلاها والموتيلين لأنه يؤثر في الموتيلين يبقى كم خمسة؟ خمسة بالخمسة نمرة في نورث امريكا نقول ما فيش غير خمسة هرمون جات هرمون هم اللي انطبق عليهم القماسيين جاسترين و جاستريك انهيبيتري بيبطال هذه الاثنين سكرتين و كوليسيستو كاينين فانكيريو زايمين أدربعة و متلين طيب نرجع نكمل بقى الاكسترانسيك كنترول سيستم و معين نرجع نكمل حديث الهرمون لان احنا كنا قلنا بالأول ان احنا عندنا تو كنترول سيستم مع عشقة مثل عشق النظام اشتريكna اشتريك كنطبق اشتريك والازمجات اتشك الشخص الاثنين بالي، مرانه بالض clergy السavoان اشتم مالذي نأخذ الأوترونيك نابا السيستم يا باراسيمباثاتيك يا سيمباثاتيك صح؟ طبعا أشهر عصب في البراسيمباثاتيك بيأثر في جهاز الهبني هو الفيجاس هذا أشهر واحد طبعا ستيل فيها عصاب تانية نعرف أن أربع عصاب بيأثر في جهاز الهبني من الخمس إنما مايسترو في جهاز الهبني هو الفيجاس لما كنا قلنا تاركا النهايتين النهاية العليا اللي هي الغداد اللعبية لسبعة وتسعة والنهاية السفلة اللي هو النص الأخير في القولون بالريكتم بتعديفكيشن نساوي البلوك نهاية يبقى أربع عصاب من الخمسة باراسيمباثاتيك البراسيمباثاتيك بيأثر من خمس عصاب حتى طالب يسألني مين الخامس لأكل وموت تعال العين أربع عصاب في خدمة الجهاز الهبني مايسترو في جهاز الهبني هو الفيجاس تاركا النهايتين النهاية العليا اللي هي الغداد اللعبية السبعة وتسعة نهاية السفلة اللي يديستال هافه في ذا كولون والريكتم للبلوك نهاية فاراسيمباثاتيك صديق الجهاز الهبني عش كما قلنا أنه أنابوليك عاوز تكبر لازم تأكل ميلي بيشغل جهاز الهبني باراسيمباثاتيك يبقى بيخليك تمه يبقى بيبقى أنابوليك وعش كده هو اكسايتاته معلومة ماقف الامسكيو مهم جدا الباراسيمباثاتيك الجانجليا بتاعته التيرمينال يبقى الحد ما يوصل للجهاز هدي سؤال المسكيوه هو هو بريجانجليونيك اكسايت الطالب اللي فاهم قوي قوي اللي هو حضراتكم البليكساسيز بتشتغلوا كبوس جانجليونيك نيرون يعني النيرون زي بتقول البليكساس بيشتغلونه كبوس جانجليونيك نيرون يعني العلاقة بين البراسيمباثاتيك والانترينسيك او الانتيريك بليكساس علاقة واثيقة جدا ممكن الانتيريك نيرونز تشتغل بنفسيها من غير حاجة خالص انما البارا يخليها تشتغل اكتر بتشتغل هي على الوشين بنفسيها لروحها وبتشتغل كبوس جانجليونيك بالنسبة للبارا بسايتاته حضرتك عاوز تعمل موتيلتي يبقى مينتيريك بليكساس عاوز تعمل سيكريشان يبقى ساميكوز ننتقل للسيمباثاتيك سيمباثاتيك بريليه بتاعه نيفر تيرمي حتى قلنا بتاع الجهاز الهضمي كان بريليه في ثلاثة جانجليا عند منبت الاوعية الدموية الكبرى الصادرة من الاورد وتسمى باسماء الاوعية الكبرى لو ده سيلياك آرتري تبقى ده سيلياك جانجليون لو ده سوبيروميزنتريك آرتري تبقى ده سوبيروميزنتريك جانجليون فلسيمباثاتيك في سوبيروميزنتريك آرتري تبقى ده سوم المزيد سموه كولاترال جانجليا فالسيمباثاتيك من العصابين الاساسيين اللي هما بيشغلوا الجهاز الهضمي سبلانكريتنير الجريتر بتاع الابدومن الذي بريليه في ثلاثة جانجليا سيلياك وسبيروميزنتريك الاثنين كولاتر وليسر سبلانكريك يغذي البلفس و يريليه في البلفس تحت الانفيروس انتاج. سؤال لمسكيون. السمباتاتيك لا يصل كبري جانجليونيك. لماذا? لأن هذا يصل عمره وعمره ما يصبح تاني منه. فاللي يصل هو البري ما يصل لبري. البري لا يصل لبرا. في البارا كنا بنوصل كبري جانجليونيك. إنما هنا بنوصل كبري جانجليونيك. طب الباركات لازم تنتهي عند البليكسوس هي شديدة الصلة بالبليكسوس البليكسوس بتشتغل لها كفص الجانجيرونيك وهم اتنين بيعملوا حاجة واحدة هم اتنين اكسيتاتي انما السيمباثاتيك بيشتغلوا ثانتين يروح للبليكسوس يعمل لها انهيبيشن يا اما دايريكلي على المسل على المسل والجلانز يعمل لها انهيبيشن او ممكن انهيبيشن عن طريق البليكسوس يعمل لها انهيبيشن او ممكن انهيبيت المسل خليك معها مع الليزر والجلانز طيب هل فيه اكسترنسيك هرمون بيقصر في الجهاز هبمي قالك اه اهم هرمون بيقصر في الجهاز هبمي ليش غل واحد بس اللي هو قلبه استيروه كنا اتكلمنا عليه بيروح الكليا يحتفظ بالماء والملح ويرمي عوضا عنها البوتاسيوم نفس الكلام هنا يروح الجهاز الهبمي يحتفظ بالماء والملح ويرمي عوضا عنهم البوتاسيوم وكم في الكليا يستعمل على ديستال halfway of the Nephron y grew against the intestinal ففي الكلام الجديد يقول لك ما فيش غير هرمون واحد بس يعني بالقطع يؤثر في جهاز الهضمين وهو الألوستيروب. طيب. نجي الرفليكس بتاعت الجسرون سان تاك. اتنين في اتنين. يا شورت ريفليكس يا لونج ريفليكس. ايه الكلام ده تشوف كلام بسيط خط. اتسم هذا. فكر معي. احنا عندنا قلنا لأول مرة لقينا انتريك نيروس فليكسس. فشوف لو السنتر بتاع ريفليكس. هو الانتريك. الانتريك نيروس سيستيم الفليكسس يعني. يبقى ريفليكس شوف ازاي اصلاها ربيري شورت. هشوف الافرين كليم والسنتر والافرينت ريفليكس اركوا اصلاها جدا. فيسموه شورت ريفليكس. لانك انا عادك تاخد بالك برضو ان انا رسم الانتستين كبير. الانتستين دي قد صباعك. الانتستين دي صغارة جدا. حاج قد الصباع كده. مش مش كبر ده. فتخال كل ريفليكس ارك. موجود داخل الانتستين. مركزه هو الانتريك. فليكسس. فده يسموه شورت ريفليكس. ويه رائق شورت ريفليكس ده كم نوع. نوعان. ما بزهقش. لو البليكسس اللي بتشغله هي الماينتريك. يبقى ده ما يتحكم في مين؟ ما بين المسل. والام مع الام تبقى متيلتي. صب ميكوزل تحت الميكوزل. اس مع الاس يبقى سيكريشان. والسيكريشان بيحصل ميكوزل. ده شورت ريفليكس. نيجي لونج ريفليكس. لو حضرتك هتستخدم الاكسترنسيك نيرفز. يعني هتطلع برا الجط. وتروح للفيجا اليوكلس اللي هو مايسترو جهاز لهابني. وترجع تاني بإيفرند. يبقى ده مشوار طويل قوي. يبقى يسموه لينج لونج ريفليكس. معظم الريفليكس. اهم عصب مين بيشغل جهاز لهابني؟ البارا ولا السيمباتاتيك اللي بيشغل جهاز لهابني؟ البارا هو الاكسيتاتري. سيمباتاتيك ده اني بتري. يبقى البارا. مين اهم عصب في البارا مايسترو جهاز لهابني؟ الفيجاس. تخيل الافرند تبع الفيجاس. والإيفرند تبع الفيجاس. عشان كده يسموه الريفليكس ده. هنقوله من اليوم مرة في جي اي تي. فاقو فيجال ريفليكس. فاقو فيجاس وفيجاس. وحتى السنتر فيجال نيوكلاس فيلم. هذا الانج لونج ريفليكس. الانج لونج ريفليكس نقسمها لاتنين. اما كونديشن يعان كونديشن ريفليكس. كونديشن ده يعني ايه؟ يعني ريفليكس از مشروطة. اقوائر بنكتسبها. ما بنتولدش بيه. الي انا بقى احكيها لكم. بس ميش في هذه المحاضرة. التجربة المشهورة. اللي عاملها راجل روسي. اسمه بابلوف. كلنا عارفينه. ولا اقولها لكم في عجالة. ونبقى نقولها مرة تانية. المحاضرة القادمة بإذن الله. الراجل ده جاب كلب. كان عنده كلب. احكي لكم قصة. و احكي لكم قصة بابلوف. وهذه قصة جميلة. اللي هو التجربة بتقول انه كان يعني فيه اكل. ويدرب الجرس. ويجيب الاكل للكلب. فارتبط في السريبرا كورتيك في ذهن الكلب. الجرس بالاكل. فلما بقى يضرب الجرس بس. الاكل يحصل له. صدق ليش. يسيل لعابه. انا عاوز احكي لكم القصة دي حصلت ازاي. اعتبر دي فقرة المعلومات العامة يا وقت. انا استغربت التجربة دي. الراجل الروسي اللي اسمه ايفان بابلوف. حتى زعود اسمه بالظب. ايه اللي يخليها من تجربة زي دي. كل مرة يجيب اكل للكلب يضرب جرس. كل مرة يجيب اكل يضرب جرس. فارتبط في ذهن الكلب الجرس بالاكل. بعد كده يضرب الجرس بس يحصل له. صدق ليش. يبقى اخد بالك انها ريفليكس مكتسب الكلب ما تولادش بيه. ويستلزم وجود السريبرا كورتيكس. لانه مكتسب له شروط. لازم بقى فيه كورتيكس ولازم يتبرن عليه فسموه كونديشن. كونديشن يعني مشعوط. وده من اهم ريفليكس اسخد عليها نوبل ايفان بافلوف. التجربة دي انها تطبق في كل الدنيا دلوقتي. في تربية الاطفال في كل حاجة نبقى نقولها اذا كان فيه فرصة نتكلم على السايكولوجي. كونديشن ريفليكس. انا ما نحكي لك القصة واعتبر دي برا المحاضرة. بنتسلم. بمناسبة عيد ام كل سنة من الطيبين. وعيد الربيع. وعيد الحب وعيد كل حاجة. ده الحب ده 14. خلينا يا ربيعه الأم. الراجل ده اللي هو ايفان بافلوف بتاع سايكولوجي. كان عنده كلب. وعنده one leg servant. راجل خدام بتاعه عنده رجل خشي. وعنده كوندور طويل. يوصل المطبخ. فهو على جنب الكلب بتاعه. يقول للرجل. اللي بيشتعل عنده مفضلك. روح حاجة اكل الكلب. فالرجل. وهو ماشي في الكوريدور رجله ايه. بتخبط. فلاحظ. يعني ايفان بافلوف ده. اللي هو الروسي. لاحظني بيقول للرجل. روح حاجة الاكل للكلب. الراجل دخل الكوريدور. الكلب ابتدى يسيل لعابه. الله. هو الكلب بيفهم. احنا قلنا ايه. فالرجل ابتدى يفكر. ايه ده. يعني انا بقول. بقول له روحات الاكل. لسه مجاش اكل. لعاب الكلب سالم. ففكر ربما. يبقى صوت رجله. ارتبطت بالاكل في ذهن الكلب. فغير التجربة وجاب ايه بقى. جرس. عشان يتأكد. فكل مرة يضرب الجرس يجيب الاكل. يضرب الجرس يجيب الاكل. يضرب الجرس يجيب الاكل. فبقى ضرب الجرس لوحده. يسيل اللعاب. وكلنا كده على فكر. احنا بنقولها حتى. ان انت اي حاجة مرتبطة بالاكل. انت عارف ان هيجي الاكل بعدها. بتلاقي لعابة كاسين. وبنقول التعبير. رائحة لسه مكناش. مفيش اكل. شمت ريحة. اه ريحة يبقى في اكل. احنا نقول رائحة يسيل لها اللعاب. منظر الاكل من بقيد كده. لسه مفيش اكل دخل. منظر الاكل يسيل له اللعاب. اسمها condition reflex. ما بنتولدش بيها. بنكتسبها اكوار تحتك حكتين. سريبا كورتكس. عشان يربط الاكل. بالصوت الشوك والسكاكين والمعالق بيتحطوا في التراميزة. يبقى بيحضروا لي التراميزة. يسيل اللعاب. لانك عرفت ان الصوت ده مرتبط باكل. يبقى مطلقة تشبيها. يبقى مكتسب. تحتاج السريبرال كورتكس. تبقى مشروطة. فسموها condition reflex. لان في اللغة حتى اقول لك ايه. انا هروح معك المشوار ده. كلمة condition. مشروط. هنتفرق حاجات رائعة في جياتي. في رفليكسس ثانية. كلمة condition. يعني غير مشروطة. نولد بها. الجرو الصغير. اللي هو الكلب الصغير. يوم يولد اما تخط له اكل بقه. يسيل اللعاب. تدخل الطعام في الجهاز لهم يسيل اللعاب. مش اللي عاوزها تمرين. ولا عاوزها سريبا كورتكس. مالهاش شروط. وجود الاكل في الجهاز الهبني. يطلع العصائر. وهنا اشهر واحدة فيها. مين قلناها بقى. متخط الاكل في الجهاز الهبني. مين اشهر عصب بغز الجهاز الهبني. نروح بالفيجاس ونرجع بالفيجاس. يحدث سكريش. فسموها Vago Vega Reflex. يبقى reflexes نوعان. عندنا. في جهازين. يا انترانسيك يا اكسرانسيك. لو هنستخدم الانتريك نيروس سيستم بس. يبقى. تخيل جوه الانتستن. وكل ريفليكس جوه موجود هنا. يبقى حاجة بري شورت. يسموه شورت ريفليكس. لكن لو هنطلع برا السنتر نيروس سيستم. يبقى يسموها Long Reflex. كل ينقسم الى نوعين. في الشورت ريفليكس. انت بتستخدم اي فليكس. المين ترك. بتاعت الموتيلتي. هتعمل الموتيلتي. طب واللونج ريفليكس. تحديد النوعين. حضرتك مشروطة. هتمرنت عليها اكواير مكتسبة. والسنتر بتاعها هو السريبا كورتكس. بيرتبط صوت الشوك والسككين بالاكل. بيرتبط الرائحة دي بالاكل. بترتبط السمع الرائحة بالاكل. تسموه الكون. انما الانتريكس جوه الجهاز الهبمي. ده موجود بيها. لسه برضو ما دخلناش في اهم حيطة وهي اولاد الهرمون احنا بس قلنا التأسيمة العامة وحتى لا تتوه في عجالة هقول تاني الفكرة العامة الجهاز الهضم يتميز في انه الكنترول بتاعه بطريقتين كل اجهزة الجسم اكسترينسيك بس بالاعصاب الخارجية والهرمونز الخارجية اكسترينسيك انما الجهاز الهضم يتفرد في انه كان بيه كنترول بانترينسيك واكسترينسيك يعني في انترينسيك كنترول وفي اكسترينسيك كنترول وكل ينقسم الى قسمين يا نيرفوس يا هرمونا ففي عجالة النيرفوس ناخد الاول الانترينسيك الجهاز العصبي اللي جوه الجهاز الهضمي سموه انتريك نيرفوس سيستم مش هقول بقى انه ميت مليون انما هقول اهم نقطة ميت مليون نيرون وانه هما سينسري وموتر وانتر نيرون وانه في بعضهم اكسترينسيك انهبيتري ده كله كلام فارغ اهم حاجه في الامسكيو ان البليكساسيك نوعان ماينتريك بتاعة الموتيلتي ده صب ميكوزل بتاعة السيكيش ده حاجه وبعدين موضوعنا النهاردة اللي هو الجات هرمونز ده اللي احنا سيبينه طب نيجي الاكسترينسيك اكسترينسيك مفيش غير الاوليوترونيك نيرفوس سيستم اللي هي شغل الجهاز لهضمي خلاص والاوليوترونيك ده يا بارا سيمبثاتيك اكسيتاتري يا سيمبثاتيك انهبيتري البارا بيوصل كبريغانجليونيك والبليكساس تشتغله كأبوستغنجليونيك يعني شغاله الروحه وشغاله تابع البارا وايكسيتاتري واشهر عصب بارا بيشغل جهاز هضمي ممين الفيجاس تاريكه النهايتين الصلايفة للفيشال وجروسوفارينجل والنص التحتاني للبيلوكناف اما السيمبثاتيك الكريني بيبقى برا في كلاتر الجانجلة غريبة متاع جهاز هضمي بيبقى هيوصل كبوستغنجليونيك مش كبريغانجليونيك ينفيبط الججلانز والمسكين ينفيبط الجانجليونيك يعني البارا نجاح ت parties quién���انجليونيك البلكساس تشغله كبوستغنجليونيك علاقة وثيقة جدا بيبقى وسوف ينست Werner كبريغانجليونيك Wild suf اما السيمبثاتيك اساسا ثمIDE يع Ener-Qanglia ينبيبط الجانجليونيك ينح przedsiębior وهربون واحد بس من بره له علاقة بالجي عيتين وهو الالدوستيرون فيه هرمونات تانية لا علاقة بس مش علاقة وثيقة فاتفق ان احنا نقول الهرمون واحد هو الالدوستيرون يبقى احنا الوقت فضلنا ايه في محاضرتنا هذا ففضلنا الحتة المهمة اللي هو الجاسترو انستاينا الهرمونز الجات هرمونز بس اعتبر النصف الاول في هذه المحاضرة هو كنا هي نص ساعة من ضاع الوقت بس كانت لازمة مقدمة لابده منها ولاست تبقى فهم الريستنج ميمبر بتنشئ انستابل ونقص 50 لستين ويعني ايه سلو ويفز كل ده بيجي في الامس كيو اللي هي البيزيك اليكتريكاريزم تلاتة فلسطوماك 12 لما توصل للفارنج ليفل نقص 40 تدي سبايك والسبايك ده اللي يدي كونتراكش كل حاجات مهمة بس نص ساعة بقولها لا يمكن تفاديها المهم هو الجاية يا اولاد نيجي للجات هرمونز جات هرمونز طيب هنا بقى الجات هرمونز كان قاتي ركز معايا بقى اعتبر دي البداية الحقية ما تيجي بعد كده تسمع الحتة دي وتفهمها وتراجع الفيديو بتاع المحاضرة دي بقى فوت او نص ساعة ادخل على طول وانت كير مايندد على اللي جاي بقى جاسترونسان هرمونز او جات هرمونز كل كلمة ده قيمة الساعة اللي جاية دي يا اولاد هي نص الجي اي تي واللي بقيت المحاضرات كلها نص اخر او نقطة عشان تقول ان ده جاسترونسطين هرمون لازم له كم كاركتر ما عشقت بس لعشق النظار نمرة عشرة نمرة عشرة ان تقوم بس لعشرة واحدة واففتة بس لعشرة اخرى نمرة عشرة يتنقل ترانسبورت باي بلاد نمرة اثنين اللي لازم الاستيمناس بتاعو يبقى فوت نمرة ثلاثة نمرة أربعة وبعدين المادة المخلقة المشابهة ليه لازم اتمامك الأكثر من ناتشور هورمون فيه كام هورمون قلنا فيه خمس هورمون اللي انطبق عليهم الكريتيريا دي وممكن اعتوارهم هورمونات لدينا 5 هورمون جاسترين جاستيك انيبيتري فيبتايت سيكرتين سي سي كي اندرسوا كل واحد من دول هندرسوا في كام نقطة حب النظام او 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 لا 5 كاراكتر 5 هورمون 5 ايام اي هورمون لو انت عاوز تاخد الفول مارك 5 عاوز تاخد امتياز او الاربع فوت النوتس نمرة 5 نحب ان نوفر مجهودنا قليلا فيه النقطة الاولى والتانية مشتركين مزاكر مش مزاكر اكتمهم واخد ممرة بلاش سايت او برئيس تطلع من اين الهورمونات دي الهورمونات دي بتاعمل شغل كل الولاد في الجهاز الهضمي بيبقى في الاسمون انتستن عشان تعرف ربنا بيقول لا تؤجل عمل اليوم الى الغد في الكيدني كمعظم الشغل في البروكسما الكمبيلوتي في جي اي تي معظم الشغل عندي كمعظم الشغل في الجهاز الهورمونات كل الهورمونات بتطلع من اول حتة في الجهاز الهورمونات دهاب انه القمر بيبقى في الجهاز الوتيجناة ديروناو الغد numeroية من هنا ضده البشق المستقبل تحتوي على الموضوع see خطشما يليم استعمل كل حاجة تحدث في السمول انتستين يعني اكمله في السمول انتستين تخالي الاكل ان الهرمون ستطلع من اخر حتة يبقى الاكل بعد ما يعدي كل السمول انتستين يا خبر بعد ما خلصنا القصة نطلع الهرمون يبقى هنا نطبق اغنيت ومكلسوم فات المعد انت الشغل جديد انت الجهازين يبدأ المتصر بيته يبقى اكل من الهرمون يطلع بالاكل يبقى الاكل بعد ما يعدي كل الهرمون طلعنا الهرمون يا حلاوة خلاص الهرمون خلصت الاكل عدى كل الهرمون وطلع الهرمون بالاخر يهببوا ايه احنا الشغل كله في الهرمون يجب ان يطلعوا بالفهم ومش بالحفظ ديودينم و أبرجيجنم ده في واحد فيهم الجسترين بالنسبة للسطمك بالإضافة اللي بيطلع من الاستمك حتة معاناة في الاستمك الانترم والبالورس خب بالك لان المعدة يا أولاد لما نقول انترم اهيه كده جيدا المعدة المعدة ماذا حصل؟ كده غرا مش عاوزين احنا الكشي طيب كده كويس. المعدة اهي. مدخل المعدة الانترا معي مدخل انتريي بس ده بيقصدوا به الحتة اللي تحت دي يسموها انترا ودي يسموها البايلورس فالجاسترين بالاضافة انه بيطلع من الابر بورتوس من انتستين بيطلع من الانترام يعني مدخل معدة والبروبيش المدخل من هنا لا لما نقول انترام المدخل تحت طيب هل بيطلعوا من الانتيروسايت العادية من الخلايا العادية لا بيطلعوا من خلايا معينة اسمها اي بي يو دي سيلز حتى كنت محفظها للطلبة الطريقة فيها شوك موزح فكنت عنه يطلعوا عبود سيلز يطلعوا من الانترام عبود سيلز عبود سيلز كان فيه مصرحية بتاعة امين الهنيدي رحمه الله خلاص غير محمد هنيدي بتاع الامتي اسمه امين الهنيدي لك رحمه الله كان عنده الوكاند الفردوس كان عنده اربع بنات يقوله بنات يقول له باباك لو كنت فاكر مصرحية كان اعمل مصرحية تانية اسمها عبود عبد عبود فبقول الخلايا اللي بيطلع منها الهرمون اسمها اي بي يو دي سيلز ليس اي 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 الاختصار اي دي الخلايا دي بتعمل امين امين제 اميند صور عبود وكالذل ا의�قرح عبود السايتس اللي بيطلع منهم الهرمون هم مين؟ احنا كل الشغل في السمول انتستين يبقى اول حتة في السمول انتستين ديودينم وأبر جيجينم الجاسترين أيضا يعني بالاضافة بيطلع من الجاستريك أنترم الجاستريك أنترم أمن الشغل نقطة اخرى الكيميكال نيتشر التركيب تحلول هذه الهرمونات ايضا نفكر بذكاء احنا عندي الهرمونات قلنا تركبها في الاندوكراين نوعين يا استيرويدس يا فوليبيبتايدس فاكر كنت قلت الاستيرويدس بحرف الاس دي بتبقى صوليب الفيليبيب بحرف الاس فتدخل جوه الخلية تأثر في الفينسز بحرف الاس سلوب حرف الاس وسمناها جينوميك المجموعة الثانية كانت البروتين والبوليبيبتايدس دول ليبيتنسوليب بحرف الخلية انما يخبطوا عليها يأثروا في الانزيم اكتيبيتي ليس في الثنس هؤلاء الانزيم موجودة قراني بس هو ما يأثروا في الثنس يبقى الاكشن بتاعهم راكت وذين مينيز تفتكر الجاسترون سان هرمون هناكل نطلع هرمون يشتغل بعد ساعات لأيام ستيرويدس او هرمون يشتغل بعد مينتس جوابها انت فساعات يقول اولاد في حكتين محبوهمش عدم النظام والعبط اما تقول الكيميكال نيتشر بتاع الجاسترون سان هرمون هرمون يشتغل بعد ساعات لأيام هرمون يشتغل بعد ساعات لأيام هرمون يشتغل بسرعة بعد مينتس يبقى 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 اول نقطتين قاسم مشترك اعظم لواحد فاهم يحصل قاسم هرمون ليسالم على هرمون يقوللو اول حجة في الدودينام خلاء معينة عبود عبدو عبود مما يحصل يهتم مما يحصل الى الأعلى مما يحصل من القناة الثاني نقطة أربعول والجاسترين بالإضافة لكده بيطلع كمان من الانترم والبالورس تاني نقطة كيميكال ناتشي كلهم بوليوبتايدز كلهم بوليوبتايدز نان جينوميك رابيد اكشي وذين مينتز هديك خد خمسين النمر ببلاش في الخمسة هرمونز نجي الاستيميلاي والاكشي نحفظه مع بعضه دي أصعب حتى وقلطف حتى لأن بطريقة العبد الله الاستيميلاي هو الذي يحدد الاكشي يعني الاكشي الاكشي ده اكشي رد الفعل ليه بقى يعني الاكشي ده رد الفعل ليه الاستيميلاي استيميلاي اعمل حاجة تناسبه عشان كده عمري في حياتي يا ولاب ما شرحت التو ايتم زورني غير بعض قل لي الاستيميلاي قل اقول لك الاكشي قل لي من اصدقائك اقول لك من انت قل لي الاستيميلاي ونقول لك الاكشي ثم نقطة الخمسة دي نوتس مش للطالب الممتاز للزملاء الاصغر سدن وللأوائل اللي هما بيطلوا على تيكس بوكس يعني يعني على الستاندرد بتاع نورث امريكا بالظبط تني بقى الاستيميلاي والاكشن اولاد فالعب لله عندي طريقة ما غير طهاش ومش اغيرها ان انا لا اشرح الهرمونات انما انا احكي القصة هناك قصة والقصة دي ربعية الاشواق شوط الاول الجاسترين وده اصعب واحد فيه من اسميه جاسترين ده بسميه الصديق الاوحد للهيدروكلوريك اسد قصة اولاد لطيفة او اولاد حضرتك بتاكل الاكل الاكل ده مش معقب تلقفته عشرات الايادية وفي مصرنا العزيزة هنا تلاقي راجل شايل طاولة عيش على بماغه راكب عجلة والطاولة كلها وقت على الارض يلم العيش يبوسه ويحطه تاني وكأنما القبلة دي هتعمله استراليزيشن مش عارف دي يعني البوسة دي ده بالعكس حطيت لنا ميكروبال زيادة ما علينا ففي الشوط الاول في هذه المباراة مطلوب ان الاكل ده اللي هو غير معقم ان نعقمه اول حتة بيستقر فيها على هذه الاكل فين؟ هو في المعدة فربنا خلي ياولاد المعدة مش تحتوي على حمض very strong acid hydrochloric acid تصور pH بتاع المعدة ساعات تبقى واحد واحد يعني pH بتاع الدم 7.4 إنما المعدة واحد يجب كاميكا استراليزيشن طيب فسميت الجاسترين ده من اسمه جاسترين بيطلع الجاسيكسيكريشن أهم حاجة بيطلع بيزود المعدة و المعدة الزمن حاجة بطريقة ذكية بطريقة ذكية جدا أنا تأملتهم تأمل خاص سوف تمتع معي سؤال يا اولاد حضرتك عاوز تعقم بعض انواع الاكل والبعض الاخر لا او اي اكل عاوز تعقمه انا هتصور اي اكل عاوز تعقمه طبعا اي اكل اي اكل ايه ده اكل حاجة طائرة ببرا دخله جسم لان اقول لك حاجة بعد شي اقول لك اكتر عدد للزملاء الاصغر سنة ان يعرفوها معلومة مهمة جدا من الاميون سيلز في الجسم يعني ساكن في الجسترونسان ترابت يعني ان تخيل التي والبي اليمفوسايتس وكامل اللي بنحكي عنه ده اكبر عدد في الجسم فين فين في اي جهاز في جهاز الهبي لانه متصل بالشارع حاجات مش شارع عملا تدخل كوة الجسم كمفروض بعد كل وقت تمرض فا اي اكل كده فتح كلام عاوز اعقمه فعش كده انا بقى بتأمل بتأمل سبحان الله فربنا خله اول استيميلاس للجسترين اللي هو يقول له الجسترين ده صديقي جاز صديقي الاتسيل يعني هيك بص ماكل يطلع جسترين من الانترام اللي هو مدخل الستومك والبيلورس والأبردوليلم ويليف يروح للفاندس يطلع اتسيل يسكب اتسيل على الاكل شاء رائع ويقوم بقى اي اكل يتعقم اه فربنا خله الاستيميلاس نون سبيسيفيك اي اكل هيصال بها المعدة هيينفق الانترام اي اكل هيصال بها المعدة هيينفق الانترام اي اكل فربنا خله الديستنشن يطلع اول هرمون وهو الجسترين يبقى الجسترين يتعقم اهدل بها المعدة الانترام يطلع من الانترام والبيلورس يلف في الدم لديه بسكب الاتسيل على الاكل ذلك هرمين يبقى اول استيميلاس اي اكل يبقى اكل لازم التعقم فربنا خله الانترام طب قلنا الجسترين ده بيزود الاتسيل والبيبسل صح؟ ابسن ده بيعمل ايه؟ بيهدم البروتين يبقى المصالح ان الاجسترين يطلع بروتين يطلع بروتين وهو مصلحة يطلع جاسترين وبالتالي الجاسترين يزوده الاسل والبيبسل أريد أن أخبرك قصة عن البيبسل أخبرك كلمة بيبسي كولا فقط معلومات العامة أشهر بشروب في العالم هو الكوكاكولا كوكاكولا أمريكان عملوه وربحوا منه مليارات المليارات المليارات والمشروب الرسمي لأكبر مشروع في العالم يدرسوه في كل الجامعات لمشروع ناجح وهو ماكدونالدس طبعا لدرجة فيه مقولة في نورت أمريكا يقول لك أنت تقول لي أنت فيم بالنسبة لماكدونالدس في حتتك وأنا هجيلك لعنوانك يعني ممكن في حتة في العالم تنصف عنوانك نسبة لأقرب ماكدونالدس لك ماكدونالد أولاد لا يتعامل غير مع الكوكاكولا ما بيبيعش بيبسي كولا حتى أستغرب لما أرى واحد داخل في محل مكدونالدس وهو أهبل والذي يبيع أهبل منه ويقول له ديني بيبسي ماكدونالد عمره ما بيع غير كوكاكولا ما بيبيعش بيبسي كولا حسنا نكمل الأمريكان كذبوا من الكوكاكولا مليارات يريد أن يكسبوا أكثر فقالوا إحنا نضع كوكاكولا على الكوكاكولا يساعد هبمن فروتين ونسميها بيبسي كولا وربحه المليارات من البيبسي كولا حب يربحه ثاني يخسره او ممشيش كويس اذا نضع شوية كالوريز ويبقى مشروب يفيد في الرياضة وسموه سبورت كولا واحد من أفشل المشاريع كانت هذه فقط المعرمات العامة المشروب الأول في عالمنا هذا وكوكاكولا المشروب الأول في عالمنا هذا هو ماكدونالز 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 ما بيبيعش غير كوكاكولا في مشروب السكن في النجاح في العالم تم إضافة بيبسي على الكوكاكولا فبقى اسمها بيبسي كولا ده أصل كلمة بيبسي كولا ده الأصل مش أي حاجة أخر طيب يبقى أي أكل عاوز جاسترين فربنا خلنا من واحد أي أكل يبقى ستيميلاس دستانشان في أنترم فهي تنزف المعدة في الطالع الجاسترين من الأنترم والبيلوراسوديرام ويليف مين أكتر أكل يستفاد من الجاسترين من السكرتين لأنه يتطلع بيبسي بيبسي وأمين وآسد مثل فنيل الألانين وطريبتوفين وهو بروتين ويقول لك معلومة جميلة وحلوة أول حاجة لما تقعد في مينيو كورس يعني أكلة تتكون منها أقدم لك حاجة ثانية مينيو ثم حاجة ثالث لازم يبدأ قوي الشربة وطبعا لما أقول شربة مقصودش شربة البصل والشعرية والكامل فرق شربة اللحمة والفرق لكي تطلع أول هرمونو هوب جاسترين السوب اللي جاية بقى حتة هي الروعة بذاتيها يا ولاد نمع ثلاثة طب مانا لو كانت أكلة كبيرة هتخفف الـ HCL هفقد فعليته في العظمة الإلهية ده أنا عاوزك تتأمل أنا أنا ما بقرهمش معاك أنا واحدة واحدة مانا لو كانت أكلة كبيرة هتخفف الـ HCL صح معايا؟ فالـ pH هيرتفع فربنا خلى الارتفاع في الـ pH أباف 2 لو ارتفع الـ pH جوة المعدة فوق 2 يطلع مور جاسترين يطلع مور HCL وبهذه الطريقة وهذه الطريقة وحدها أصبح كمية الـ HCL مواكبة افتح ودك تماما تماما لحجم الواكبة للـ Scyzodamine ايه العظمة دي؟ ايه الروعة دي؟ يبقى دائما أبدا هنطلع الـ HCL مواكبة لحجم الوجه ازاي؟ بالنمرة تلاتة دي كانت كتير اتخفف الـ HCL ارتفع الـ pH جوة المعدة فوق 2 يطلع مور جاسترين مور HCL ليواكب حجم الوجه يا خبرة بيضة رابع استيملس أنا قلت أصعب واحد هو الجاسترين بس أنا ما تأملها واحدة واحدة احنا قلنا أنه فيه نيرفوس كنترول وفيه هرمونة كنترول لكن ليس كلهم في وادي احنا قلنا لعمل شرط الهرموني يبقى تحت نيرفوس وفيه هرموني يطلع الجاسترين والجاسترين والجاسترين يطلع بعد كده اتساعد ولكن سوف تتزلزل الثوابت الآن كنا قلنا الـ Parasympathetic من الـ Chemical Transmitter أول مرة تتزلزل الثوابت الـ Vagal Fibers الذي يطلع جاسترين الـ Chemical Transmitter ليس الـ Acetylcholine إنما اسمه على مسمى Gasterine Releasing Peptide الـ Peptide وعليه واحد من أهم الأسئلة في الـ MSQ لو واحد عنده حموضة زائدة ما تقدرش تديله أتروبين عشان تنقص الحمد لأن الأتروبين يقفل أستالكولين بتاع الـ Vagas لكن ما بيقفلش الـ Vagal Fibers اللي بتطلع الجاسترين لأنها بتطلعها عن طريق Gasterine Releasing Peptide Inhibited BAD ليس مهمة شيء رائع لو زاد الـ Acetylcholine لا أستطيع أن يقفل الجاسترين لكي يقفل الـ Acetylcholine وبالـ Gastric Inhibitory Peptide سنأخذهم دلوقتي حالا والـ Secretin هم الـ Toherbones أسميهم أعداء الـ HCL من اسمه Gastric Inhibitory والـ Secretin هذا الـ Stimular تعالوا للـ ده متعة تانية الجاسترين من اسمه الصديق سميته كده الصديق الاوحد للـ HCL هيزود HCL ممكن ينهش المعدة يجب لي قرح شوف العظمة ان ربنا خلى الجاسترين اللي يزود HCL يبقى يقوى لكي لا تبص الـ HCL لو الـ HCL ستعادله لكن لو طلع نحيه الـ يجب لي حمودة لا تستطيع الـ HCL يقوى المعدة عشان الـ HCL ويكون تراكت اللوع الـ HCL عشان ما يطلعش ناحية الغلط في الستطر الوحيدة ستعادل لكي يتعادل بالـ HCL فأنا بشوفهم يجب عليهم ثلاثة أكشن نحفظ ان الهرمون اللي يطلع الـ HCL عشان ما ينهش المعدة يقوى المعدة وعشان ما يروح مغزل مغزي وعشان ما يروح يقوى ناحية الغلط في اللوع الـ HCL يقوى المعدة ويقوى المعدة وعشان ما يروح الـ HCL فأنا بشوفهم ناحية الغلط وكل الهرمونات الخامسة يزودوا الإنسلين لا يزيدون الشيء الهرمونات تطلع على صقر تعمل ديججشة صح؟ من هيكمل متابوليزم؟ الإنسلين أهم هرمون بيع متابوليزم فكلهم يطلعوا الإنسلين لكن أشهرهم أثر واحد يطلع إنسلين هذا يبدأ بالكابتاليتر وهو الجاسترينهيبيتري بيبتايت الجاسترينهيبيتري بيبتايت نقولها النوتس وعندما نعودها أخرى وهذا أصعب هرمون في الخمسة لو أنت من الجملاء الأصغر سيدنا يسمعوني والطلبة ستطلع على الأواعيل النوتس يقولها في نورث أمريكا كأنك أري تكس بوكس يوجد نوعات من الجاسترين وهو أعلى يوجد نوعات من الجاسترين يوجد جاسترين معمول من 17 أمانو أسد يسمى جي سبنتين أو يسمى ليلتل جاسترين وفي واحد الضعف 34 أمانو أسد جي ثيرتي فور أو بيك جاسترين يطلع الجاسترين من الدودينم و هذا الوحيد الذي يطلع من الدودينم و هذا كميته 90% من الجاسترين أما الجاسترين يطلع من الدودينم والأفر بارتو الدجيجم و هذا 10% و على فكرة الاتنين بنفس البوتنسي بنفس القوة يعني ليس كبير شغله أكثر من الصغير اكوي بوتنسي الاتنين ثاني نقط انه عنده توري سيبتور يشتغل عليهم التوري سيبتور لأنه هو بولي بيبتايد يمسك في السل ممبرين فهما جي بروتين كابلد ريسابتور ما أخذناها في الاندوكراين ماسك فيه عن طريق جي بروتين ففيه خد بالك ان الجاسترين هناخده في نفس مجموعة سيسي كي نفس الفامية ففيشتغل على ريسابتور اسمه سيسي كي 2 ريسابتور ده أول ريسابتور ثاني ريسابتور اتش 2 ده اختصار هستامينارجيك ريسابتور نمبر 2 يعني يشتغل على ريسابتور بتاعت الهستامين والهستامين يزود العسارة المعدية طيب و عشان كده واحد من أهم الإنجازات في الطب ان احنا عندنا بلوكر للهستامينارجيك ريسابتور نمبر 2 الهستامين ريسابتور نمبر 2 اسمه سيميتيدين واحد من أهم الأدوية بتقفل الهتش 2 ريسابتور يبقى تقلل الحمض يبقى تستخدموها في الناس اللي عندها موضة يبقى 2 ريسابتور برقم 2 سيسي كي 2 وهو الهتش 2 ريسابتور اللي هو الهستامين 2 ريسابتور تالب معروفة لسه علينها ان الفيجاس اللي بيطلع جاسترين ما بيطلعوش بالأتروبين ما بيطلعوش بالأسطال كلين بيطلعوش بالجاسترين بيطلعوش بالأتروبين وعش كده نوت بلوقت باياتروبين رابع نوت مرض اسمه زولينجر إلسون سندرون دعينا بعض الناس يقيلهم حموضة وقرح في المعدة والاثنى عشر ولا يستجيب للعلاجات الرهيبة الجديدة العظيمة اللي ضمنها السيميتيديم بعين الناس دي عندها تيومر أوفرغروث في الAPUD خلاص اللي موجودة في البانكرياس وبتطلع جاسترين والجاسترين يزود الهتسي ال والهتسي ال والهتسي ال فالحل في دول تشيل الورم في البانكرياس الAPUD اللي بتطلع جاسترين من البانكرياس عشان تحل المشكلة دي هنا أريد أن أقول معلومة للأوائل بطريقة رهيبة جدا للأوائل لو سألك فيه كم سايت بيطلع منه الجاسترين كل الهرمونات الخمسة بتطلع من الديودنم والأبربرتولجيجنم ما عدا الجاسترين بيطلع من الديودنم والأبرجيجنم وبيطلع من الأنترم بيطلع من البانكرياس وهي مرة تالتة بيطلع من البانكرياس فالأوائل أقول له أنا أعرف تلاتة جسترين فيه جاستري الجاسترين اللي هو G17 ده اللي تلجاسترين ده بيطلع من أنترم وفيه البيجاسترين اللي هو C34 ده بيطلع من الديودنم ويطلع من الديودنم كان هذا هو أصعب هرمون في الجات هرمون. نقوله ثاني بقى الجاسترين. الهرمون ده اكتشف في سنة 1905. اكتشفه جون سيدني اتكن. اهو مكتوب. ده طبعا ما لكش دعب دي. احنا بنقولها بس هناك. نيجي الصايت بيطلع منين. خمس نقاط عد معايا الصايت. بيطلع قلنا في نوعين. في نوع بيطلع من الانترام والبيلوراس. ده الوحيد. بالاضافة انه بيطلع من الديودنال وأبر بارت أوف جيجنا. اللي هي الأبر بارت السمون انتستي. منين اي بيو دي سيلز معينة. اسمها هنا لطيف قوي. اسمها جي سيلز عشان بتطلع جاسترين. ادي اول معلومة. يطلع من الأبر بارت والسمون انتستين. اللي هو الديودنال والأبر جيجنا. من الـ APUD سيلز و الـ SG سيلز. تمام؟ تاني معلومة. تركيبه ايه؟ نقول اول حاجات العام. ان تركيبه بولي بيبتايد. يبقى نانجينوميك اكشن. بيشتغل رابد وذين مينتز. نيجي المعلومة الثالثة ورابعة دول اصعب. الاستيميلاي والأكشن. الجاسترين الصديق الاوحد الـ ACL. انا عاوز اي اكل حطه على الـ ACL. فربنا اخلى اي اكل يبقى اول استيميلاس نان سبسيفيك. اي اكل هينزل هينفق الانترم هنا. يطلع الجاسترين يلف في الدم يروح للفاندس يطلع الـ ACL. طب مين اكتر اكل يفهب بالجاسترين. الجاسترين ما يطلعش الـ ACL بسه وبيبسين. يبقى البروتين. يبقى تاني استيميلاس سبيسيفيك. سوب اكشتراكت. اللي مش اي سوب اللي هو الـ البيبتونز والأمانو أسس. فيناي القرنين والتربتوفان. طب منا ممكن اكل كتير فالـ ACL يتخافف. لا لا ربنا الـ stomach computerized. بتطلع الـ ACL على قد الوجبة. كالت كتير الـ PH يعلى يطلع مور جاسترين مور الـ ACL. شوف. دي سر الكمبيوتر. الرئيس في الـ PH عبافتو. لا تخافش. تأكل كتير. هترفع الـ PH تخفف الـ ACL اللي يتخفف الـ PH يطلع مور جاسترين. ايه العظمة ليه؟ الرابع stimulus. و هنا قلنا الـ Vegas مش بالأسطيل كولين. بالجاسترين اللي هو ما يتقفلش بالأتروبيد. وانهي بتب العكس لو لو طلع الـ ACL كتير يوقف الجاسترين يوقف الـ ACL. ذات الـ السوماتوستاتيلي كان يوقف كل حاجة لو كنت فاكرة. وهنشوف الطوهرمونز اللي بعمل له انهيبيشان اللي هم اللي جايين. يجيع الـ P و السيكريتين. طب. ايه الاكشن؟ خمسة اكشن. اول ثلاثة مرتبطين ببعض. اللي بيطلع الـ ACL عشان ما ينهش المعدة يجب يبقى مغزي. مرتبطين ببعض. أنا بحسش انها بقول ثلاثة اكشن. بحس انها بقول ثلاثة اكشن. بقيت الزملاء عودوا يسمعوا. مرتبطين بقيت الزملاء. اللي يطلع الـ ACL. يبقى تروفيتوداميكوزة. كنتراكشن في الورسوفجيال سفيندر. دولتها مع بعض. وبعين لازم نفضي بقى الـ ACL. ونزلوا على الانتستل حسيوالك يحطفوا. يبقى لازم يزعوه لكسك متين. وقلنا جميع الهرمونات اللي بتساعد الـ عوزة متابوليزم. مين يعمل لها متابوليزم إنسين كلهم يطلعوا عينسهم. نقطة الخامس للأوائل بس. دي ممكن لو لقيتها صعبة ما تقراهاش. سيبك منه. لدينا 2 طائفة جاسترين. اللي قليت الجاسترين 17 أمان واسب بيطلع من الأنترام. والبيت جاسترين 34 بيطلع من الدودن. عشان نربطها بالتانية طب في الزولينجر إلسون سندروم دي حاجة مرضية بقى. في باثولوجيكا الجاسترين بيطلع من إيبي ديو سيلس في البانكرياس. يطلع مور جاسترين يبقى لعان عنده هايبر جاسترينيميا. الدم مليان جاسترين بس مش جاي من مصادر المعلوف. جاي من بانكرياسي. كميات إدسي اللي بالهابه المهورن بقى. يعمل لي سيفير ديولر ألس. لازم تشير التيومر عشان تعالج العاند. أفتكر كان فيه زميل أمران بطنة بقول لي عندي عيام بعالجه ما بشار يخف. قلت له فكر يبقى عنده زولينجر إلسون سندروم. اللي عنده حموضة دا وقرح بشادة تخف. ممكن يبقى عنده ورن في البانكرياس. وعليه للأوائل تعرف كم نوع من الجاسترين. فيه جاستر الجاسترين اللي هو الليتر الجاسترين. يطلب الأنطر. جاسترين طالع من الجاسترين. وفيه باثولوجيكال بانكرياتي الجاسترين. نقطة الثالثة. لاننا خدت دي و دي. يوجد دو ريسيبتور. كوليسيستو كاينين 2. اللي هو جي بروتين كابلد. وفيه إن دائريك اللي بيشتعل عن طريق. يطلب الأنطر. يطلب الأنطر من الجاسترين. يطلب الأنطر من الجاسترين. وكان هذا يطلب الأنطر من الجاسترين. سنتحدث عنه لما يأتي الى الحموض. رابع نقطة. كنا قلناه قبل كده. فيجاس بسكرت. الجاسترين. بالجاسترين. لا تقلق بيوتروكين. صعب صعب صعب. تاني يولاد في عجالة كده. تاني أنتو بقلوها ساعدوني. نقول الأول 2. أول 2. أسف. مشتركين في أي هرمون. أي هرمون بيطلع منين يا أولاد. اختار. أبر بارد. أبر بارد. ديودينم. وجيجنم. أبر جيجنم. أبر جيجنم. هذا الجاسترين الوحيد. والذي بالإضافة لأنه يطلع من أبر بارد. يطلع أزويل من المعدة. والذي هو منهم في المعدة. الأنترم والبايلوريس الوراه. الأنترم والبايلوريس. بالمرة عشان مراجعة حلوة. هناك نوع تالي الجاسترين تعرفه. تركيبه. نقطة تانية مشتركة في كل المعدة. كلهم بوليفيبتايدز. لكي يكون لانجينوميك رابيد أكشن. ودين ما نتسر. كده عملنا 2 من الخمسة. النقطة الزكية. الاستيميلاي والأكشن. الاستيميلاي تحدد الأكشن. حضرتك الجاسترين ده الصديقي الأوحد. الوحيد اللي يزود. أول هرمون يطلع أول عصارة. عشان قطر يعقم الأكل. إننا جايبين بالشارع وبندقة. أي أكل عاوز تعقم؟ يبقى لازم الاستيميلاس يبقى حاجة نون سبيسيفك. الاستيميلاي. أي أكل هينزل. هينفخ الأنترا بيطلع جاسترين. يلف بالدم يطلع اتسل يسكب على الأكل. عارف عرفوها ازاي تيحكي لك قصة حلوة. نافخوا بلونة في الأنترا. مفيش أكل خالص. لقوا بيطلع جاسترين. فعرفوا أن الأكل. بخصائصه الميكانيكية. بالدستنشن اللي بيطلع جاسترين يطلع اتسل. وأنا تأملتها. في تأملي الخاص. أننا نريد أي أكل يطلع جاسترين. لكي يطلع اتسل. من أكثر أكل يفاد من العصارة المعدية. التي يطلعها الجاسترين. لما لا يوجد اتسل. وفيها بيبسيل. الصورة على بيبسي كولا. البيبسي اللي بيشاع بروتين يبقى شربة. سوب إكستراكت لببتونز وامينو أسد. في نال آين وتريبتوفين. خاصة البروتين يبقى السوب إكستراكت اللي فيها بيتونز و أمينو أسل. طب افرق كالت كتير الـ HL هتخفف. كده مش يعمل حاجة ما تخافش. الريز في الـ PH أباف طو. تأكل كتير الـ PH يرتفع. يطلع مور جاسترين مور HL اللي بقولها بجملة رائعة يا أولاد. يطلع مور جاسترين مور HL العظمة دي. وراء الخلق خالق يا أولاد. قوة عاقلة مسميها الله. ثم ليس كلهم في ودي. هذه الفيجاسة هو نيرف يطلع هرمون. لكن عندما يطلع هرمون. عن طريق جاسترين مور حاجة في الـ Peptide. طب الـ Inhibited بإيه؟ إنهيبتد لو طلع زيادة على الزوم. لو زاد الأسل. أو بالسماتوستاتين اللي يوقف كل حاجة لو كنت تفكرين في الأندوكراين. وفي البلاب بالتوهرمون. وهو هرمون الذي يتم إسهل كتير. طب الـ Physiological Action. قلنا ثلاثة أنا بقريهم كأنني شايف حد وحدة. يجب أن ينهش المعدة يصبح التروفيتولاميكوزا حتى لا يرجع الأسوفيجس يصلي حموضة يجب أن يمنع رجوعه للأسوفيجس يجب أن يمنع رجوعه للأسوفيجس وعين يرمين ناحية ثانية يعني منعناه يروح الأسوفيجس ويجب أن ننميه على الانتستين الذي فيها الكالاين فليود يجب أن يستيميليات الجاستيك منتليدي وكل هرومراب يطلع أنسولين نوعات للأواعد دو طيب جاسترين من المعدة وده 90% جاسترين من العسل وده 10% طب مرتبطة فيه بانكرياتيك جاسترين وهو الزولينجر إليسين سندرو ويعمل لك بلاوي ديودينال ألسخ الريسبتور الاتنين نوبر 2 CCK2 وده جي بروتين كابل ريسبتور ويستميلياتيك ريسبتور نوبر 2 ولا تنسى الفيجاس لا يطلع الجاسترين بالأستيكولين تزلزلت السوابي بالجاسترين يتحل ببطايد خلاص اللي هو لا يستخدم أتروبين لا يستخدم أتروبين بينما من أحسن حاجة تضيع الحموضة؟ السيميتيدين يا أولاد لأنه يقفل H2 ريسبتور تشرف سنة 1905 بجون سيدني أتكن هذا كان الفصل الأول وهو أصعب الفصول أنه لازم الأكل نعقمه أنا مش شارع على الجهاز الهضمي تلك أكبر عدم من اليمون سيلس في الجهاز الهضمي في زملاء الأصغر السنة فصل الثاني فصل أول طلعنا الATCL عشان يعقم الأكل فصل الثاني افتح هدانك صدق ولا تصدق لا بد من القضاء على الATCL ده في الانتستين الATCL اللي طلعناه وأعلناه في الستمك عشان يعقم الأكل لازم نقتله في الانتستين ليه؟ افهم افهم فيسيولجي افهم طب لأن الهضم والامتصاص الانزيمات اللي بتعمل الانزيمات اللي بتعمل الانزيمات ما بتشتغلش في وسط أسيدي جغل البيبسل اللي هو كان بيطع في المعدة لكن اللي ترغب سميت لها افكاد الات disintegrator لا ت Ruots لكن هذه من الاتسين الاب رثت على الامتصاص يجب الاتسين واللاتť سُجراء للبكتيريا في القضاء مهمة 2 هلمون من الختلفة سيكرتين يسميه العدو الأول بداية الاتسين الوظيفاتهم يقضوا على الاتسيل لأن الاتسيل مرغوب فيه لابد أن يُعلّف المعدة لتعقيم الأكل لكن لابد أن يُقتل في الانتستين لأن وجوده يجعل الواسط أسيليك يعقل الواسط نيوترل أو الكبير فالصديق أسمع كل كلمة عنها الأوحد لا يوجد شخص أسيلي بينما هناك أثنين أعداء ولكن يسميه السكرتين العدو الأول لأنه يوجد العدو الثاني جي اي بي تدي بالسكرتين الأول نقول للشيئات العامة السكرتين بيطلع من إين؟ كل الهرمونات بتطلع من أول حتة في الاسبول انتستين وإلا بقافات المعادة يبقى دودنا مؤبرجينة من خلاة معانا اسمها اس سيلس يبقى السكرتين بالاس سيلس الجاسترين بالجي سيلس أول حرف جاسترين بالجي سكرتين بالاس سيلس اللي هي نوع من أنواع الابيو دي سيلس تركيبه كل الهرمونات تركيبها بولي بيطايت لكي يكون الأكشن لا تدخل القليل يبقى بقافة ودين منت خذنا نمرأ الثاني نمرأ الثالثة ما هذا السكرتين؟ هذا العدو الأول للإتسل فشوف بها الرواع تحكي يا قصة مع أول قطرة تدخل القليل هتعمل دروب في البيئتش بالو أربعة ونصف بس البيئتسل وصل إلى المكان اللي مش عاوضينه فيه وصل القليل فأول قطرة من البيئتسل تنزل المعدة من المعدة للإنتسل تخفض البيئتش بالوضع الأربعة ونصف يروح طالع السكرتين جاري عشان يقضي على هذا الـ LCL فعشكده إيه الاساسي هو لا يطيق الأسد جاستريك أسد بايل أسد البروتين والفات اللي بتدي أمينو أسد وفيه فاتي أسد الأسد ده لا يتقوش السكرتين كلمة أسد دي تعمله أرتكارية يبقى لو أجملتهم في جملة واحدة نقص البيئتش تحت 4 نصف اللي هما جاستريك أسد بايل أسد بروتين اللي بتدي أمينو أسد والمعلومات بقولها الزملاء الأصغر سيدنا كان السكرتين هو أول هرمون في العالم قبل بتوع الإندوكراين أول هرمون عرفه الإنسان في العالم كان السكرتين في سنة 1902 أول مرة يعرفوا ان فيه هرمون اكتشفوا اثنين ستارلينك الإنجليزي ومعه بايلس ستارلينك هو أول واحد في الدنيا يسمي المادة دي هرمون ما كانش كلمة هرمون دي معروفة في العالم يعني ما هو تعريف الهرمون أول هرمون في الدنيا هو السكرتين افتكنا يعني بريك ثرو في العلم على مفارقة السكرتين ده هو العدو الأول للإدسان طب تعالنا نروح بقى تشوف السكرتين عمليه جري على حتتين على المعدة وعلى البانكرياس قال البانكرياس الحقنا بانكرياس في بيتنا هيدروكلوريك أسل قالوا طب ومتدائق لين فيها الهرمون في الانتستان قالوا ما فيش هب ما هيحصل في اسيليك ميديا لازم يبقى نيوترو اقتلي الهرمون قالوا لا عليك روح انت وانا خلاص هعمل انا فهمت فالبانكرياس طلع سكرتين تضيليوت الهرمون عشكسة مؤكة سكرتين مليان مية شلالات مية نزلة لازم بالماء نقوم بانكرياس نحن سكرتين نقوم بانكرياس نقوم بانكرياس نقوم بانكرياس وانا مهم الانزيم فانكريات بيطلع اهم انزيمات للهب انا مش عاوز انزيم الاول انا عاوز اعد المسرح للهب وكذا فعل مع الليفر طلع منها بايل يتميز بانه دارجين فوليوم انبهروا بكمية السيكريشن اللي بيعملها السيكريتين وان كان معظمها ماية ولهذا السبب وهذا السبب وحده سميه سيكريتين لانبهارهم بطفان المية اللي جاي من البانكرياس والكبد تضليوت الاتسيل والبايكاربونيت لمعادلة الاتسيل ومش مهم بالانزيم وفي البانكرياس غير الاكسوكراينال فانكشن قال له مرة تاني ككل الهبونات اديني انسلين عشان يكمل الميتابوليزم كلهم يطلبوا انسلين ورحل المعدة قال لها ايه؟ قال لها معده كفاكي اتسيل الاتسيل اللي وصل انتست الاتسيل اللي هيبقى الدنيا كفاكي تلمي بقى نقص الاتسيل الاتسيل اللي هو الاتسيل اللي يسمى العبدالله العدو الاول للاتسيل ترى العظمة جميل اللي هو الاتسيل سوف يزورهم في أعصاب السكريوس والذي سيختار دائما نستخدم الأورام، ويصير الثورة للغاية من أصغر ما يقول أصغر سنة السجال يجيب نفسه أول حاجة لها أكثر كانسر بيحصد أرواح تاتة وتاتيم في كل مئة راجل بيموت ويبوتوا من كانسر لانج 26 من كل مئة سبت تموت من كانسر ويبوتوا من كانسر لانج غير دي السجار يتقلل السكرتين اللي هو العدو الأول يتعرضك لأن يجي لك حرقان وديود القلسر بالعكس ما هي الأمراض التي يزيد فيها السكرتين في الدم؟ Hypersecretinemia هذا هو الأولثر ربنا يحاول عوضها في أولثر يطلع السكرتيني ويقال لأن الأولثر ويزيد في رينالفاليا وفي الخرونيك بانكريا تيتس يجب أن يحصل السكرتيني يطلع كثير في الخرونيك بانكريا تيتس عشان خاطر أنا أسف البانكرياستان بيعني في حالة كرونيك انفلاميشن عاوز مور سكرتيني تستيمليت لأنه تعبان فبيزاود السكرتين وصام أسوفيجيال كانسر يقل مع السجائر ويزيد في الأحوال الأربعة الآتية ديودينال ألسر رينال فيلير كرونيك بانكريا تيتس صام أسوفيجيال كانسر كانسر الآتية 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 أكتشة في سنة 1969 عام 1969 اكتشفوا واحد يسمى براون ومعه الكوليكز يعني شركاء هذا ما هو الاستيمليات؟ بيطلع بنقص البياتش في الإنسان فليود مثل السكرتين لكن في السكرتين حددنا تحت 4.5 ومعه لماذا أنا سميته العدو العدو الثاني ليس الأول لأنه مخه في شيء ثاني يطلع بالكربوهديت والفات يعني مخه مشتت بين الأسد والكربوهديت والفات حتى الكربوهدريت بقى بواجن خاصة تفهم ليه؟ يطلع إنسلين راح لنفس القصة جري على الاستمك والبانكرياس ففي الاستمك في مخه الاتسيل هو اسمه جاستريك إنهيبيتري فقال لها كفاية الاتسيل لما راح للبانكرياس نسي تماما الاتسيل عكس هنا هذا كان قلل الاتسيل السكرتين والبانكرياس قالوا الحقني بميا ميا وبيكاربونيت وفعل نفس الكلام عن الليفر قال لها ميا ميا وبيكاربونيت نيترولايز هذا نسي القصة لأن له شاغل آخر وهو كربوهدريت وفات وركز على الكربوهدريت وهو أهم استيميلاس للإنسل لأن الجلوكوز لا يزيد الدم فكلهم يطلعوا إنسل ولكن هذا أهم واحد يطلع إنسل وهو الجاستريك إنهيبيتريبطايت تعالى النوتس شاهدوا سهلين كيف هذا يعتبر overe buck me من العلوم جاسترون المعضة انتيرويغام أحمام 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 أحد هورمون سبحان Washington انتيرويغام أحمام 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 أخبر بأن الذكريب يigorر الطعام بعدها عن ج LM كلeles ويقع ؛ به ثلاث هورمونات انتيرويغام أحمام할 وعلى هوا انتيرويغام أحمام 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 الأحمامマ نسميه جلوكوز ديبندنت انسلينوتروبيك بيبتايد وهو طلع بالجلوكوز وراحل البانكرياس هو اهم واحد بيطلع انسري فالاسم هنا جلوكوز ديبندنت انسلينوتروبيك بيبتايد ده الاوائل والزمالة الاصغر سيدنا ده الفصل الثاني فالفصل الاول كان اخراج الاتسل لمعادلة لتعقيم الاكل ثاني فصل الاتسل اللي كان مرغوب اللي تم تعليته في المعدة في الفصل الاول كان لابد من القضاء عليه في الفصل الثاني ما ينفعش يبقى فيه الاتسل في الانتستن الديجيشن عنره ما هيحصل فاصة اسيديك مافيش غير انزيم واحد يشتعل فاصة اسيديكو هالبيبسل بتاع المعدة اللي على اسمه البيبسيكولا لازم نقضي عليك فكان ليه عدوين في الفصل الثاني حطهم لك مع بعض السكرتين والجي اي بي نقاط الخمس اول نقطة هما انطلعين الاثنين طلعين من الابر بارتو اوف سمول انتستن اللي هو ديودنام وابر جيجنام كل ده صح السكرتين من الاس سيلز اللي يعني السكرتين سيلز ده نوع من انواع الابيو دي سيلز الثاني بقى الجي اي بي ما ينفعش هنا ده اسمه جاسترين بيطلع من ال جي سيلز عشان ده كمان جي سيلز سموها باسم المكتشف بتاعه هو كي سيلز اظن اسمه كستان الراجل حاجة زي كده عشان سموه ده اسم الشخص اسمه كستان سيلز ده ليه سموه كي تاني نقطة ان هما الاتنين خد دمر ببلاش هما الاتنين يبقى نانجينوميك يبقى رابد اكشن ودين منتس احب ناخد دي معادي دول نقطين مبمونين ناخد الاستيملس يحدد لي الاكشن قل لي الاستيملس اقول لك الاكشن الاستيملس كلمة اسد جاستريك اسد بايل اسد البروتين والفات اللي بيده امانو اسد وفاتي اسد فاجري عمل اتجاهين رحل البانكرياس والليفر من اتجاه ورحل المعدة رحل المعدة قال لها تلمي بقى وكفاءة سعيل عشكا سموه ناتشور الانتي اسد وبالعكس زود الجاستريك ميوكاس والبيبسانوش ورحل البانكرياس قال له في مصيبة قال له ايه المصيبة قال له في اتسال في الانتسال وشي حصل هذا الجاست فقالوا ما تخافش باعتوا سيكريشن توفام الميا تسموه اكا السيكريشن تضيليوت الاتسال تنيتراليز الاتسال ومشي مهم انزيمس مشي مهم خالص الانزيمس انبهروا بحجم السيكريشن لانه كله ميا ميا وصوديم باكر ميد فعشان كده سموه سيكريتين وكغيره من الهرمونات بيطلع انسولين ولكن اشعرهم من جي اي بي كده كتبها بالكابتال ليتر انسولين طيب نقوم بالنقطة الخامسة السجاير تعليل السيكريتين يبقى تقاوم الاتسال لديه ديودا القلصر بالعكس الذي يزود السيكريتين يزيد فيه أحوال أربعة في ديودا القلصر عشان نحارب القلصر في الكورونيك بانكريا طيبس عشان نستملك البانكرياس قطر من يدينا المياه وصوديم باكر ميد رينا الفيليار سموه سوفجية سوفجية نفهم الهرمونات يولاب بقالها حوالي مية وستتشر سنة في العالم جي اي بي ده اللي هو براون في سنة 1969 ده العدو الثاني جاستيك انهيبيتري بيطايت ليه التعليق الثاني لانه أول استيميلاس لي نقص البي اتش في انسان فليود اللي هو الاتسيل بس يمخه في حاجة تانية تاني استيميلاس لي الكربويتو الفات والدليل في الاكشن انه لما راحل المعدة كان مخه في اتس ال هلاها في البي اتش انخفض بطلع اتس ال لما راحل البانكرياس لا فمخه شاغل اخر فات واهم منه كاربوهايدريت غلوكوز او انسولين فقالوا دينا انسولين عشان كده بصوا من ضمن اسميه يسمو غلوكوز ديبندنت انسولينو تروبيك بيبتايد وقلنا انه يبطأ المعدة في اعتبر ضمن الانتيرو جاسترود اللي هو ثلاث هرمونات ثلاث هرمونات بيديلي جاستيك امتي هو واحد فيه فصل الثالث والهرمون الرابع اللي هو السي سي كي ده اختصار كلمة كوليسيست كاينين فانكيريو زايمين كانوا زمان فاكرينهم 2 انزايم زاولاد بس اكتشفوا انه هم فاقتوا هرمون زااسف وان هرمون الكوليسيستو كاينين فانكيريو زايمين واكتشفوا في اساس 1928 با افي واول بيرك طيب أنا بس عدد لتأمل أول في الكلمة أنا بسميها دي إمبراطورية سيسي كي ليه إفهم طريقتي في الشرح أنا ضدعت فصلين في الـ HCL فصلين من الأربعة ضدعتهم في الـ HCL أول فصل طلعنا الـ HCL يعقم الأكل ثاني فصل طلعنا السكرتين المرة واحد السكرتين المرة واحد سكرتين المرة واحد وجي اي بي يقضوا على الـ HCL سمع ملناش هب هضم الأكل لا يحتاج إلا للـ Pancreatic Enzymes يعني الـ Pancreatic Enzymes لوحدها بثقة هو ويسمعوني الزملاء الصغاري ممكن تكومبليت الـ Digestion برا نقولها From A to Z هنا نقول From A to Z من الألف لليعنى ويا سلام لو معاك كمان شوية بايل عشان خاطر الـ Baile ده بيساعد الـ Digestion Absorption فات يبقى حلو قوي طب ما هو اسمه بقول كده ده أنا بقول الممتحن الرائع الزميل الفاضل دون أن يدري غشش الطالب الإجابة يسألوا قولي ايه وظيفة كوليسيستو كاينين بانكيروزيمين يعني حواصلة مرارية كوليسيست حواصلة مرارية كاينين محرك يعني هيعمل لها إذاكيواشن كوليسيستو كاينين محرك الحواصلة المرارية يبقى بعمل لها إذاكيواشن فانكيروزيمين ونحن يجلب الانزائيب وكما هي من الممتحن فالمهم دون أن يدري غشش الطالب إجابة المانتحن كوليسيستو كاينين فانكيروزيمين هو قالهم كوليسيستو كاينين محرك الحواصلة المرارية فانكيروزيمين يبقى يدري انظماتيك سكرية من البانكيراس بالعكس 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 يبقى ده بتاع الهب عشان كده بص ايه الاستيميلاي بتاعته امينو اسد يعني بروتين فاتي اسد يعني فات امينو اسد وفاتي اسد يطلع اخرى اخرى اتفق الكتب كلها انه يقول اهم اخرى بنكيريزامين يطلع انزام اخرى يقوم بزود السكرتين طبعا يطلع فتوضن لقاء عمل وما انها ماء لعليل و يساعد السكرتين في السكرتين وهنا هي مكتوبة معانا لأنه يبدو متنظيم ماء وماء 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 وماءد وماء هذا يطلع انظيم كثير وما يقرب قليلي هم يوجملك بعض ويساعدون بعض طيب البانكرياس يطلع انظيم ممكن تهدم البانكرياس نفسه بنفس المنطق تروفيكتوبانكرياسي كل الهرمونات أعداء للهرمونات يقلل الجاستريك أمتينج لكي لا يرميش عنه وبالعكس يزود الانستينا الموتيلتي ومرة أخرى يطلع إنسليم نحن قلنا كلهم يطلع إنسليم ولكن أهم واحد فيهم الـ GIP الآخر أكشن انظيم ليس مهم أهم شيء ما يقولك CCK كوليسيستو كانين كوليسيستو كانين محرك لحصول المريكة بنكيريزانين انظيمات بنكيريزانين انظيم كثير ومايا وبيكرونيت وليل الآخر أكشن مايا وبيكرونيت وليل يبقى كأنه يجملك السكرتين والسكرتين كان يطلع عن نظيم يجملك السكرتين نظام كثير يبقى بانكرياس يبقى بانكرياس يبقى بانكرياس يوقف الجاستيك ويشغل الإنتسليم ويطلع إنسليم النواتس هنا سهلة CCK أتس فيا 2G بروتين كابلد ريسيبتور CCK 1 دمين في جايت وCCK 2 دمين في central nervous system يبقى CCK كببتايد لديه 2 ريسيبتور يبقى الريسيبتور يبقى الريسيبتور موتلين موتلين سأخبر قصة هذا اكتشف الساعة 1973 براون وشركاء براون وشركاء اكتشفوا طوهر مونزا اكتشفوا الموتلين واكتشفوا الجي اي بي سنقوم بموتيلين ساعة 1873 النقاط الأساسية يخرج من الأبرجيجن من الأبرجيجن من أبرجيجن اسمها M أو MO ثلاثوا أناسين فأطلاء ما هو موتيلين وأوله MO سisi تركيبه إذا كان هل ما هو اكشن؟ قد مباشر في الفصل الأولا للكسترين ظهر عقم الأكتل للا يخفف الفهم الذيفهم العبد الله في الفصل الثاني فالتالي الاتسل اللي طلع وأعلى في المعدة ما ينفعش في الانتستن كانت هرمونز يقضوا عليه السكرتين عدوه الأول والجي اي بي جاستيك انهيمتري ببطايل العدو الثاني لان مخه كان في الكربوهدريت والانسولين فعش كده ساميته العدو الثاني فصل الثالث انبراطورية الكوليسيستوكالين بانكيروزايمين ده هو اللي عمل الهض الهض ما عاوز بنكيروزايمين ايضا نظام بنكيروزايمين وداع نظام بنكيروزايمين وانطلع بنكيروزايمين وانداني شفاي بايل كمان عشان تضيجست ونتبقى الفات كوليسيستوكالين طلعنا الاتسل قدنا على الاتسل الذي عملنا الهض فاضل ايه ؟ فاضل ايه ؟ فاضل ايه بين الهضم فالتالي الهضم لا ينسيبش بقاء الأكل في الانتستن لماذا ؟ لان البكتيريا هتفلورش وتبقى مصيبة لازم نرمي الزبالة دي على القولون عشان ترمي فل ستون عشان كده ليس حاجة غريبة جدا ان الموتيلين ده بص جملة بليون جنيه بيشتغل in between meals ما بين الوجبات بالعكس لو كانت يقف انت الربط ببيفيدنك ده الكناس الزبال بيشيل الزبالة فبيريجولات الميجريتينج موتور كومبليكس دي الحركة انا اخدها في السبول انتستين بعد ما نخلص الديجيشن بتموف المواد اللي ما عرفتناش تعملها ديجيشن عشان تنزق السبول انتستين لما يشيل الاكل من السبول انتستين في ميزة ثانية يبقى بريفينتس البكتيريا فرم جروين يبقى ما فيش اكل تشعر البكتيريا and multiplying in small intestine يشيل الاكل والبكتيريا ارمي على القورون نظف ونفس الكلام المعدة ينظفها ده يشيل الزبالة من المعدة ومن small intestine ارمي على القورون كله بكتيريا هتفلورش كده وعشان كده بصوا اولاد الدراج اللي ميميك ما احنا قلنا ان احنا من ضمن الخصائص الخامسة للهرمون انه ممكن نعمل دراج شكله زيه بصد ايدينا نعمل دراج زي الموتيلين بيزود الموتيلتي في small intestine واستومك يبقى نستخدمه فين بقى في الhypo kinetic disorders لو ايان عنده الحركة بتاعت الجهاز الهبنية ليلة زي دي لاي دي جاستيك امتي الدي لاي دي جاستيك امتي ده كانوا الهرمونات الخامسة وهو الجزء الاهم في المحاضرة دي فاضل حتة صغيرة اقولها وارجع عيد تاني الهرمونات الخامسة وبعد اناسبكم باذن الله في بعض الجامعات عندنا هنا بتكتب 2 hormones تانين بيقولوا اه مش مهمين انما لماذا احنا ما اعتبرتهم انا هرمون لان في نورث امريكا اولاد قلت ان عشان نقول ان ده هرمون لازم ما فيه خمسة كريتيري فالاتنين دول لا نطبق عليهم الخمسة كريتيري نا اعتبرهم بيبتايد بس ميش هرمون فاضو اكتب انستاينال بيبتايد اختصار فاضو اكتب انستاينال بيبتايد اول كلمتين يقول لك اول وظيفتين فاضو اكتب بيعمل فاضو ديلتيشل للبلود فيسلس انستاينال بيزاول انستاينال وعلى فكرة هم مرتبطين ببعض هو بيزاول انستاينال سكيشل والوطر سيجبهم من الملود يبقى لازم يعمل فاضو ديلتيشل للبلود فيسلس عشان يزاول انستاينال سكيشل انستاينال ثلاثة او اربعة مرتبطين ببعض لماذا اخبرتكم ان كل الهرمونات لا تحب الاتسل لما عادة الجاسترين سميته الصديق الاوحد اوهو انستاينال انستاينال سكيشل انستاينال سكيشل انستاينال سكيشل انستاينال سكيشل وانظر الجاسترينالية انستاينال سكيته لتعالج السل لكيشل اوهو انستنال سميته الصديق بقلت المركب السايرة من اسمه ستاتين مجبدا وانستاينال المحلصة بطيئة لها تصدnight عانى ثمان ساعات لو كنت فاكر من اسمه استاتين مفيش حاجة يزودها كل حاجة ينقصها حتى انا شوف حتى اطلق بطريقة معبرة جدا اي حاجة في الاستاتين تزيد تبقى اجابة غرط بيقلل الموتيلتي بتاعت الجات بيقلل السكريشن وبالتالي الابزوبشن فروم دا جات وبيقلل كل الهرمون بتاعت البانكرياس التانية فانكرياس بيطلع غير السوماتوستاتين بيطلع فانكرياتك انسون وغلوكاجون وفانكرياتك يقوم بتاعت البانكرياس بيطلع من الموتيلتي بتاعت البانكرياس الموتيلتي تتعلم كلهم ولا تنسى ان السوماتوستاتين دا اخذناها اول مرة وهو غرط برمون طلع من الهيبروفالمس فده كده في عجالة قلناه يبقى الفاظو اكتب انسان فيبطايد من اسمها عرفت اول اثنين الفاظو اكتب او فاظو اكتب انسان بلود فيسل الفاظو دلتيشن محتاجينها عشان يجب مياه والبانكرياس بالدم في الانسان السكريشن وفي عين 3 او 4 مع بعض ينقص الاتسال ويجب من البانكرياس بيكارمونيت لمعادلة الاتسال في المعدة ينقص الاتسال والبانكرياس يجب بيكارمونيت لعجل الاتسال ويريكس الجي اي تي سموث بصر سوماتوستاتين يوقف المراكب السائرة يوقف الموتيلتي على استومك وانتستن وجول بلودر يقلل السكريشن من الجي اي تي يقلل يوجد تلك الرمونات الثانية المتحدة للبانكرياس يجب التلونات الثانية بعد ذلك اعيد الحاجة الاهم وهي خمسة الرمون جيدة الأساسي موجودة الميكوزة حقيقة الميكوزة اعطيكم بإمكانها تحديثة الميكوزة بتعني هو الموقع تجلب من الشارع وترمي جسمك فهو تجلب من كمية ميكرو ارجان وانتيجين رهيبة وعليه هذه الجملة التي قلتها لكم معظم الإميون سيلز في البادي ساكنة في الجب ميكوز معلومة للزملاء أصغر سنة معظم الإميون سيلز في أكثر الأماكن تعرضا للشارع في جسمك وهي الجهاز الهضمي أعمل ترمي من الشارع الإميون سيستم تشتغل بطريقتين الطريقة المعتادة ان البي سيلز تطلع انتيباضي وفيه التي سيلز السيتوتوكسيك تي سيلز هذه الطريقة المعتادة فيه طريقة تانية تطلع انفلاماتري ميدياتورز اللي هم زي بروستا جلاندينز والهستامين خلاص تعمل ايه بقى الحاجات دي هتانتر اكت مع الانتريك نيرفا سيستم والجاسترو انستينا اندوكراين و براكراين السيلز اللي بتطلع هرمونز اندوكراين و براكراين تنتهب ايه بقى تطلع كمية فليود دراهيبة لو خدت حاجة وحشة لو خدت فود باد فود تزاود الفليود سيكريش ليه؟ ده يدلوت التوكسين وبعدين تزاود الموتيلتي لما تزيد الموتيلتي هترمي الزبالة دي على قولونة و منها للشارع في الانتريكيش لتزاود الميكروبكتيريا او الميكروبس والطوكسين دي كانت فكرة مبسطة بس احبك دي دي مع بالجيش خالص وبقولها انا بقولها للزبلاء قبل ما اقولها الكنتو ان الميكروبس يتنمي اكثر الميكروبس يتنمي ببلاوي فعندها اكبر عدم من الامميون سيستم اللي بيشتغلوا بطريقتين الطريقة المعتادة الانتيباضيز من البي سيلز والطوكسيك تي سيلز والطريقة التانية طالعه انفلاماتري ميدياتورز طلع في ليوب كثير تضييوت اي حاجة وحشة وتزاود موتيلتي عشان تخلص بكتيريا والطوكسي في اعادة يوجد إعادة سريعة. استحملوني 5 منتصف. هي الأهم لنجمع فيها واحد من أصعب الموضوعات وهو الجاسترو انستاينل أو جات هورمونز يا أولاد. نقطة الأولى. قلنا فيه 5 شخص عشان نقول أن هذا جاسترو انستان هورمونز. فإنه نجيبهم ثانية. ولازم يبقى سكريت من واحد سل ويأفكد من واحد سل. ولازم يبقى ترانسبورت بي بلد عشان يبقى هورمون. وعشان يبقى جات هورمون لازم استيملات بي فود نمرة ثلاثة. ومن الشرط يبقى تحت نيرون الكنترول. خدنا الجاسترين هو اللي كان تحت الفيجال كنترول عن طريق الجاسترين. ومن ثانية الموتيلين يميك بالضبط. يأخر الموتيلتي. أسف يزود الموتيلتي في العينين اللي عندهم هايبوكينيتيك. يبقى خمس حاجات. يطلع من خلية وأسف الثانية. يمشي في البلد. يطلع بالفود نمرة ثلاثة. من الشرط تحت نيرون الكنترول. يشابه الناتش. يبقى خمسة كاراكتر. كم هرمون؟ خمسة هرمون. السمطوم لأربع فصول. فاصل الأول كان في جاسترين ده صديق الأوحد. فاصل الثاني كانتو هرمون جي اي بي والسكرتين دول أعداء الاتسل. الجاسترين يقضي الاتسل في المعدة دول يقضوا عليه في الانتستنس. السكرتيني العديو الأول سمها جي اي بي. جاسترين يقضي الاتسل في كاربوهيدرات وإنسولين. سميها إمبراطورية السي سي كي. كوليسيستو كانين بانكيريزايمين ده يجيب بانكيراتيك انزيم وبايل للعضل. فاصل الثالث. فاصل الرابع الموتيريني يشيل الزبالة. ينظف. اشتغل شما يبقى فيه فودي. اشتغل اين بتوين. اول ما تاخد فودي انتراب. ليس هيشتغل. نعم كالناس ليس هيكنس وفيه شغل. لما تخلص شغل هيكنس. في كل هرمون كلمنا على خمس نقط. يبقى خمسة كاركتر. خمسة هرمون خمسة. السايتو في ريليس قلنا كلهم بيطلعوا من. راجع معي. أعلى حتة أو لآخر حتة فلسفون انتستن؟ أعلى حتة. لانه لو نطلع كل شيء بتحصل فلسفون انتستن. لو هنطلع من آخر سفول انتستن. يبقى ينتظر أغنية المكلفهم. فات المعد. بيطلعوا كلهم الديودينام. والأبر جيجنام. أو أبر باتو سفول انتستن. ما عادة جاستريم أزويل. مش ما عادة. بالإضافة انه بيطلع من دول. بيطلع كمان من مدخل المعدة. الجاستريك أنترام والبيوروس. كلهم بيطلعوا من خلاة معانا. APUD Cells. أماين بريكيرسور أبتيك أندي كاربوكسيناش. ما عشكيا سموها عبوت سنز. APUD Cells. وقلنا السكرتين بيطلع من. S cells. والجاستريم من G cells. والجاستريم من G cells. والجاستريم من M cells. الجاستريم من G cells. الجاستريم من G cells. فبقت من K cells. الجاستريم من K cells. تبقى عارف هذا الكلام. تمام؟ طيب. وبعدين. الثاني نقطة قلنا. انهم الكميكال نيتشر. كلهم بولي بيبتايز. عشان يكون الكميكال نيتشر. ما ينفعش بوستيرويد. فالسيط والكميكال نيتشر. دول مشتركين. يعني دي نمر بملاش يا أولاد. كلهم طرعين من. الأبر باترسور انتستين. اللي هو ديودنا موجيجنا. من خلاة معانا APUD Cells. نوع معانا APUD Cells. معادة الجاستريم. بيطلع من الجاستريك أنترام. والبالوروس. كلهم بولي بيبتايز. بعد قلنا الاستيميلاي هو الذي يحدد الاكش. وفي نوتس. بتختلف من هرمون الثاني. بوص بقى. بيقسموا الهرمونات دي حسب التشابف. الـ Structure Function. الجاسترين فاميلي. بتشمل طبعا الجاسترين. ما اسمها جاسترين فاميلي. ومعادة CCK. هم اتنين. بيعملوا نفس الـ Functions. تقريبا. لو لاحظت الجاسترين والـ CCK. كانوا هم الاثنين بيزودوا. خلاص. وبينقصوا الجاستريك. السيكريتين فاميلي طبعا مين هتحط معا مية المية. السيكريتين مع الـ GIP هم اتنين اعداء الـ HCL. وفي كتوبكم في الجامعات بتاعتكم بيحطوا معاهم. الـ Glycine 10. الـ Glycine 10. الـ Glycine 1. الـ Glycine 1. والـ VIP. طبعا انا مش مشايف ان دول مهمين. ان دول مش معترب بيهم كارمون بتاعجاب. بس انا بحاول اكتب لكم يعني الحاجات المكتوبة عندكم كلها. نحاول نعمل توليفة كده. انما في العالم كله الجاسترين فاميلي جاسترين و CCK والسيكريتين فاميلي سيكريتين و GIP دول قد تنساها دول اعداء الـ HCL. نيجي بقى للفصول الأربعة ونعفل بكده في عجالة نقولهم بسرعة قوية. انتو هتقلون معا شوف الزاكرة بتاعاتكم جاي بقيت. واحد من اكتر محاضرات الدسمة في القرص. جاسترين النقطة العامة بيطلع من الدولنم والأبربراتوسمون انتستولوجيجنم لكن فيه كمان بيطلع من الانترام والبيلورس وكأي هرمون تركيبه polypeptide non genomic rapid action وانا قلنا حتى بيطلع من APUD cells اسمه الخلايا G cells. فقد اتنين الصعبين استيميلاي الفيسيولوجيججن انت ذاك الوقت يفاهم اللعبة ده الصديق الاوحد الاوحد مش الاول ما فيش غيره بالATCL وده بيعلي ويرفع من قيمة الATCL في المعدة. ليه؟ عشان عاوز يسترلايز الحاجات اللي واخدها من الشارع. طب اي حاجة عاوزين 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 جاء من الشارع. يبقى كان لازم الاستيميلاس الاولاني يبقى اي اكل يجب ان يطلع اتسل فربنا عملها كيف سبحان الله؟ اي اكل يجب ان يقوم بيطلع في الانترا وقلت لك اثبتوها بان لما نفخوا بلونة في الانترا لا يوجد اكل خالص طلع جسترين يطلع الجسترين يلف في الدم ينزل مين اكتر اكل يفاد من العصارة المعدية؟ العصارة المعدية فيها بالإضافة الاتسل لبيبسل يبقى البروتين يبقى السوب إكستراكت شرب البروتين فيها بيطولز فينال ارنين تريبتوفالي في الكلت كتير واتسل تخاف لا تخاف فيه كمبيوتر يضغط القسم لو حضرت الكلت كتير سيتخاف في الاتسل هرتفع البيتش يطلع مورجسترين يبقى ايضا الرائز في البيتش العظمة دي ايه الروعة دي الاستمولات منعيشها واحدة واحدة منعيشها واحدة واحدة منتأملها وراء الخلق هالخ الفيجاس يستمولات الجاسترين ولكن ليس عن طريق ستايل كولين عن طريق جاسترين بطايل مفروض يوقف الجاسترين لو الاتسل يزائد هو يطلع الجاسترين الاتسل يزائد وبالوقت انت فاهم وبأعداء الاتسل اللي هو ال جي اي بي والسكرتين فاهمها تمام بالوقت انت نقوم بالأكشن اه خمسة اكشن الآن نرى ثلاثة واحدة اللي يطلع الاتسل عشان ما ينهش الميكوزة يجب ان يكون ميكوزة ويجب ان يقوم بالأكشن اللي يطلع الاتسل يقوم بالأكشن ويقوم بالأكشن ويقوم بالأكشن ويقوم بالأكشن لانتستن مستني جوزي السكرتين والجي اي بي العظمة اللي يطلع الاتسل يقوم بالأكشن ويقوم بالأكشن ويقوم بالأكشن ويقوم بالأكشن ده أصعب هرمون فصل أول حتى النوتس عنده 4 نوتس 2 تايبس ليتل جاسترين اللي هو 17 ده اللي بيطلع من استومك جاسترين اللي هو بيطلع من أنتر 90% بيك جاسترين اللي هو 34 أمانو أسل أو جي 34 ده بيطلع من دودنا من 10 مئن طب نقولها بالمرة طب فيه باستولوجيكا الجاسترين اللي بيطلع من بانكرياس طبعا طلع لي هايبر جاسترينيميا في الدم تطلع اتسل بالهابل تعمل دوزر عن الألسل اسمها زولينجر أليسن سندروم تبع عرفة عهان لا استجيب للعلاجات المألوفة من الانتي اسد يبقى عنده زولينجر أليسن سندروم 2 نوتس الفضلين 2 ريسبتور CCK 2 ريسبتور وإستامينارجيك 2 ريسبتور هو بيبقى بلوكت بسيمتدين واحد من أحسن الحاجات التي تقلل الحموض والنوتس قالناها الفيجاس ليس عن طريق الأسترالكولين عن طريق الجاسترين ليس عن طريق أسترالكولين فصل الثاني نريد أن نقض على الاتسل في الانتستر لماذا؟ لأن عمر الضيجيشة لا يحدث في أسيديكميديا يعني نوترالي كما تقلل الحموضة هذه المهمة في مين؟ الجوز السكرتين العدو الأول السكرتين 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 فيجري على البانكرياس والليبر الحقونا الاسد المعدة اللي كان يعقب الاكل دخل انتستن وهباز عملية الضيجيشي الدونة ماء بالهبل ماء وماء بايكاربونيت بالهبل ماء تضيليوت وصوديم باكاربونيت توني ترايز مش مهم انظيم انظيم باكاربونيت باكاربونيت لكن ليس مهم انظيم والليبر نفس الشيء وعلى المعدة قال لها تلمي كفاءة HCL يقلل HCL هذا العدو اسمه ويزود الجاستريك ميوكاس لكي يحمي المعدة ولا تنسى انظيم كلهم يطلقوا انظيم نصل على الوة الثانية اللي هو اسمه جاستريك انهيبيتري انا ضد الجاستريك انا ضد المعدة يطلع بنقص pH يبقى مخه فيه الاسل نقص pH في الإنسان فليوت لكن لم يحدد نشر معه نصه لكن في مخه فيه شغل ثاني فات واهم منه الكاربوهدري تشكراه انا ضد الجاستريك انهيبيتري فانما ذكرناه المعدة هو اسمه جاستريك انهيبيتري وهو اسمه جاستريك انهيبيتري انهيبت الاسل معده حيث انظيم الجاستريك انهيبتري تواجه انهيبتري لما ذكرناه بنكرياس ليه شغل آخر هو الفات واهم منه الكاربوهدريت قال له وديني إنسولين للكronv Visig في حالة السكرتين قلنا السجاير بتقلل السكرتين تجيب دودران ألسر و بالعكس السكرتين يزيد امتا هيبر سكرتيني مياه لو شخص عنده دودران ألسر محتاج مور سكرتين واحد البانكرياس بايس مور سكرتين عشان استيملات البانكرياس كرونيك بانكرياطايتس رينال فايلير صام أسوفيجيال ألسر طيب أما جي اي بي 2 نوتس بتاعته عبر عن أسامي هو ضمن ثلاث هرمونات بيطلعوا من الانتستين يعلنوا جاستيك امتين فسموهم مجتمعين انتيرو طلعين من الانتستين جاسترول عشان بيبطعوا المعدة وهو أهم هرمون بيطلع بجلوكوز ويزاود الإنسلين فسموه جلوكوز ديبندنت انسلينوتروبيك بيبتايت الفاصل الثالث إمبراطورية الكوليسيستوكاينين فانكينوزايمين يبقى اول فاصل افهم افهم الجاسترين ده بيعلي من شأن الاتسل في المعدة عشان يعقم الأكل الاتسل مرغوف في المعدة مكروف في الانتستين مين اللي قضى عليه السكرتين ثم السكرتين ثم السكرتين ثم السكرتين ثم جي اي بي يبقى خلصنا فاصلين في قضية الاتسل يبقى نشتغل بقى يبقى ده سي سي كي امبراطورية سي سي كي ايه اهم حاجة عشان تعمل دايجيششن عاوز بانكينياتك انزيم تقدر له اختافه في اتوزين حقصها لأديال وشوائي ببايل يا السلام شوائي ببايل للفات طب هو اسمه كده كوليسيستوكاينين يبقى محرك لحاصيلة المرئية انظام بانكينياتك الذي يجد انظام بانكينياته بانكينياتك دون المينتو اكشن عليهم السكرتين في المياه المكتوب لانه يطلع شيطما ي�� TikTok يطلع إنزائم كثير من بانكرياس ويحمي نفسه للبانكرياس ويتهضم يبقى تروفيكتو بانكرياس ويقلل الجاستيك إمتينج ويزول إنستاينال موتيلتي وبعدين كبائية الهومنات بيطلع إنزاء معلومة الخامسة نوت اكس عن طريق 2G بروتين كابلد سي سي كي وان طبعا ده في جاية تي ده وان فعش جاية تي سي سي كي تو موود في جاية تي بس أكتر في سين اس فاصل أول افهم كما أنا فاهم الفيسيولوجي طلعنا اتسل في المعدة يعقم الأكل دا جاسترين موضوع الاتسل اللي طالع في المعدة يعقم الأكل يبقى في الدنيا في الانتستين لاجب نقض عليه دا السيكرتين اللي كل مخه اتسل ميا وبيكاربونيت من البانكرياس ومن ليبر ورحل المعدة اللي مش عاوزين اتسل والعدو التاني اللي هو جاية بي قال المعدة كفاء اتسل بس بماهو في كاربوديته فات فلما جالي على البانكرياس نسي موضوع الاتسل دون انسلين ثم الفصل الثالث امبراطورية السي سي كي بانكرياتيك انزيم وباي بانكريوزايمين بانكريوزايمين يعني انزيم بانكريوزايمين يجيب بالبانكرياس انزيم ويجيب الباي خامس هرمون والفصل الرابع لان فيه اتنين كانوا في الفصل الثاني اننا عاوزين نكنس الزبالة دي الزبالة دي مسؤولية الموتيلين يا شباب لان اسمه متيلتي جاي الراجل ينظف شي اللي عام الزبالة دي فالموتيلين اهو بيطلع بالديودنم تركيب أول حرفة أو أول حرفين ويتركيبه ببطايد كل هذه معلومات ببطايد تعمل في بين مينز إذا كان لن يعمل في مينز إنترطب بايفيد ينظف الانتستن ونظف المعد من المعدة يجب أن نقوم بايفيد ويستدعي ببطايد وتنظف المعدة ويستدعي ببطايد ونظف المعدة ويستدعي ببطايد ويستدعي ببطايد لتجد أن يتم اعطي الأكل من المعدة وهو الأولاد تجد في إنترطب من المعدة وطبعا لما شار الأكل يبقى البكتيريا لا يوجد فرصة تجروة ومالتيبلاي تبقى مصيبة يبقى نطفق من الانتستي ميجريتين موتور كومبليكس ميجريتين موتور كومبليكس والمعدة استيمليتك جاسي كامتي طب فين النوت بتاعتها بقى؟ الدراكز اللي زي الموتيلين هي اسمه موتيلين بتاع الموتيلتي شغل موتيلتي يبقى ممكن نستخدمها في اللي عندهم هايبو كاينيتك ديس أوردرس هايبو كاينيتك الحركة اللي هي مثل العيانين اللي عندهم ديلي ديس أوردرس أعتقد كده يا أولاد نبقى عملنا واحد من يعني أصعب المحاضرات وألطفها في ذات الوقت وهي جيئتي حتى جيئتي بعد كده سمع معها المحاضرة العونية بعد كده بنمشي يعني حلاوة في البال مافيش حاجة بعد كده صعبة أقول له سهل جدا أشكركم على وقتكم وأتمنى أكون أفدتكم وكل سنة أنتم طيبين بمناسبة عيد الربيع وعيد الأم وكل الأمهات طيبة وأسعد دائما بلقائكم وأراكم قريبا بإذن الله أهم حاجة فاود أول نص ساعة وركز في الخمسة هرمونز بالأربع أصول شكرا 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 شكرا